انا عايز افهم بقى انت مستقوية القلبي كده وسأل هبل ع الشيطانة ليه طب ونبه انا ما فيه اغلب مني ودمعتي قريبة يا بيت لا الكلام ده ما يعضش معايا تعالي عيد الاحسن طب ما قلت ليش لبنك اتعمدك في الورشة بتعمليه اعديلي كلامك يا سناء كله اللا دي بتحبها؟ وانت مفيش في دماغ اهلي غير يحب يا برن وهي الدنيا اي يا اخويا غير يحب يا برن طب انت عارف ان عاصم اخويا عينو منها وعايز يخطوبها؟ انا مالي ربنا يا هني سعيد بسعيدة انت بتشغلني يا بقف انت بلاش بقف لو حتزعلك انا معاك مش عليك مش عارف اقولك ايه ما تجبي من الاخر يا سناء وتقولي عايز ايه بالظبط يا اخويا بنتسلة مالك واخد الدنيا عافش ليه؟ قولي بقى مش عايز تعرف حكاية انا وجوزي ايه؟ طي ما تزعلش اه؟ لا مزعلان يا فاند تحتمل وانا حب ابقى الشيشك كويس ويلا طير بقى علشان اللا فاندي بتاعي بيتكسف مش كده فاندي بتاعي بيتكسف ده انت تكسف الفضي حزت نفسها هو انا بحب بقى على طبيعتي كده هو ايه خنقه في البيت وخنقه بره تبقى عيشة سودة بص بقى الفضولة اللي جاية دي انا لانا انسة ولانا مخطوبة ولانا متجوزة ولانا متطلقة ولانا ارملة ابقى ايه؟ تبقى متعلقة عالشجرة قطفني يا معلم جوزي في السجن قديمة انا اللي عايز اعرفه بس ايه اللي رماه؟ عالسجن لايه عليكي يا خيه اول طول تلاقيك عرف الموضوع وبتستعبط علي بس ماشي هقولك اصلي هو سرى ابويا وبعدين ابويا امسجه وبعدين انا عندي مشكلة يا زيزي انت شغلك مع ابويا مش هينفع مش هيخليك تكبر ابدا انت لازم تكبر براه لان لو كبرت براه حيعوزي يشاركك طب انا عندي فكرة ما تروح لأنديل شركة الارزاق بالله صاحبها ربنا مش هرشابة ولا أنديل انا مش فاهم بقى مرة تيه انت عندي كل اخبار شرع عبدالعزيز يا خيه مش باك وانا كمان طيبة وبفهم الناس كده من العين فاكر يوم ما اخويا كان بيمسخر بكرامتك الارض يوم الخميس اللي فات ما تزعلش ما انا بقول الحقيقة كان هيا العلية انزل اخدك في حضن كده يش معنى اصل انا من ساعة مجوزي تسجن وانا حافية على جسر من الزهب ما ان شاء الله تكوني حافية على جسر السويس حتى انا مالي انا مالي وبعدين بصراحة بقى انا ماليش في الـ ماليكش يا غرابي يا لاوي جرا ايها بنتي على بيتها قصد ماليش في العط والمشي البطال والشمال انا حتى عمري ممشيت معا واحدة وتمشي ليه وتتعي برجليك ما الخن موجود خن؟ خن تعالا معايا وحتتبسط وانا قلتلك لا حتندا لان انت محتاج لي اكتر مانا محتاجاك يلا بينا يلا على فين يا اخويا تعالى معايا من غير ما تسألوا ان عجبكش الحال بقامشي ولو اني عارفة انك هتلبت يلا يا اختي قدامي ايه دخل يلا قديني عملت عبيته وجيت معاجه بس ادماج ما تصرحش يبايني ماشي يا عمال حاولت ما تخيفش يا اخويا ما بعضش انت تعمل اللي يجع على ادماجك يا واد قلنا ما بعضش طب ما تسيب الباب مفتوح طايلة يا عمان كران تشوف بيته هلوى الشق تمليك وهو ابو يا حيشتري تمليك لبنات برضو ايجار يا اخويا بيحاوش عشان يجيب الحصم الفيلة اللي نفسه فيها اما ليه مش ظابط وانت يا اخويا ما فرحتناش بيت كده وطلعت دكتور امين شرطة اسم الله تعال نصيب ماشي يا حسد صد يا واد يزيز اللي حسدوك دول عندهم نظر يا واد ما تخيفش مش هحسدك دار نباحث نسخ انتتات معايا ايوى اكون ابوكي هارش الخن دان وضح في ده . دابة نلبس اصفة احنا بتنتنا ابويا مش حاصة بحد غير عاصة تعالى هو انت اااااة بيتكراها ابوكي والبصراحة ربنا يتكيري انا اللي يكشف ستري ويهنني امرمطوا وطلع عين امه انا اللي خلي بالو علي لو يدلعني حط جوه علي من جوه طب وجوزك ما بحبوش ولا بكرهو هتقول بتعمل الحبتين دولي هقولك عندي شوية ترالالي ما تركزش معي تعالى بقى انت عملا الشدي فايم الصبت يا وات عايزة فراتك بقيت الشقة عايزة نحضرت الميا اتمنى كنت حودينك تعالى ايه يا زيزو؟ اعايز اروح دورة المياه مش عايز ديه يا عم استنى دي جميلة ايه يا زيزو فيه؟ دي قد النوم عادي يعني حلو يا جميلة قوي فراجيني بقى على المطبخ مش فيه انا مطبخ؟ فيه هفرارك على كله بس مش كده متعراب مالله؟ هو فيه ايه؟ فيه محشي وراء عينت اسخنلك؟ ده ايه البجاحة اللى انت فيها ديه؟ اتكسف شوية خافي خلينا احس انك انسة خافة من شيء ما احبت بمك زيزو بس خد بالك انت كده كشفت سري وعرفت الخنط انا لا كشفت ولا كنت عايز اتنايلة على عين اعرف اي حاجة انت اللى جبتيني هنا يا عم وما رديش عليك وتعمللي فيها اعبال ومش واخد بالك اسمع بقى يا بنت الناس انا لو عادتك بحاجة ولا خليت بيكي ولا عملت حاجة معك من اصله يا سيدي انا اللى جريت وراك انا اللى ده حلبتك يا دنيل علي انا بقى اني هحبه زى لبنا ولا ايه؟ اوه 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 ما تشيني بقى موضوع لبنا ده من دماغك لبنا ده زى اختي وبعدين ابوها رجل طيب اوه يا واد الكلام ده ما بيقضش معايا انت هتتحك علي اما قولنا بتحبها يا ما بتحبها وبتنوت فيها كمان يا واد خلينا صرحة مع بعض ده احنا الجوز غلابة خلينا نبقى مفتفضين كده ونحكي ها؟ قلت ايه؟ ماشا ماشا بس وعديني بقى ان الربع تبارب اللى في نفسك ده ما يهبش علي عشان الصحبية تحفظ عليها مش حيهب تعالى مش لما بص بره الاول معلم يا معلم في ايه؟ في ايه يا معلم الراجل بتاعك صعب جدا انا عمالي زاعة فيها من الصبح مش عايز يهود معايا في السعر خالص مش ممكن انا مش ممكن ازاي انت اللى خنقتيني عمالة كل حيطة تشوفها تفاصل فيها تفاصل فيها وفي الاخرى رايت توعدين اللى مشغالك اللى مشغالنا هاو يا معرسود يا معرسود بزاعله قدامي مش يبقى عندك لازر انت بكلم مين مش شايف اتخنقت مينها معلم يلا اتكيلها من هنا ماشا معلم هاي كلين بموريني على ارض ما تبطعي عمرك ماشي بقى يا معلم عايزة غسالة لا 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 ما تقوليش انا عاوزة عاوزة على طول عايزة غسالة نص اوتوماتيك تخسل وتعصر وتنشف تخسل وتعصر وتنشف انا عناية بس يا ريت تكون حنين شوية يعني خليك حنين شوية معايا فتبا يا خرابي حنين ده انت جيتي على الدم ده ده انا كل متركب على الحنية اقموريني ده مخافي بقوي حنين ربنا نخليك الغسالة يا ابني انا يا معلم احنا معلم الليل احنا معلم اللهم خير بر عجله طيب خليف اللف بقى ورجعلك تاني بقى يا معلم لفي 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 زي ما انت عايزة بس هترجعي رجع هي يا ازيزو هي يا ازيزو النسمان تلقى اتفاجأ كلا من تحت الارض الله يصلح حالك ربنا يا كريمك يا اخوين انا عملت ايه في المصلحة عملت وفي عميل اقدر عملها من ديرك ده نامشي وراك وانا مغمر درويش صغير من درويشك عشان اورك هدك مولد سيدي عنديل البرودي حبيبي انا يا شافعي بأمانة الودة بيحبك بأمانة يبقى انت فكرت كويس هي افكرت ايه ده انا ملمتش من المبارح ايه انا معلم تحت امرك اه تحت امرك دلوقت مش هكلمك في اللي عملتهم مبارح لما سبتني ومشيت اتنين اه مظبوط انا والمعلم زيزو انا يا عشان خاطر عيونك وعيوني المعلم زيزو فريرك اطلب نفسي حاجة محلني اطلب اطلب هتسلمني امتا يا عمو همان قاعد بقى لي الساعة بهاتي ريحنا الله يرضى عليك ربنا يا ريحك ده معرض اكل عيش عندنا شغل وضرائب ومصاريب هتجيب الفلوس اللي عليك انت انت هابت بيعلي غالي والأطاعة بتاعه بتبيعه والخص منه والبودة هلواخدها منك رأده عندي في المحل هناك هاتس مع صوتك وحق من جمعنا من غير معاعد انا ببيع بنفس السعر اللي بقولقولك بس لما ازبون بيفاصل في الخمسة جنيه صوبيرك بنزلوها دي بقى معك حق فيه وانه اعرف يا ربهم لك كويس قوي يا عمو هم انت كده لحلته لرباط انت عايز ايه قافل المعرض وعودة تساير معك فيها طالع نزل الخمسة جنيه من الجملة اللي خدتها منك يا راجل ده انت لو اكتفيت بمكسابك من خصم الكمية اللي واخدها من المصنع فلة اه ده احنا جاينا نقع على بعض بقى المرة الجاية ابقى شوف اللي انت بتقوله ده بعدين انت مالك انت ببيع مكان ولا باخد مكان المرة الجاية ابقى شوف هشلك ايه اتكل على الله ربنا يخليك لينا يا عمو يلا السلام عليكم يا كبير ايا ايا اندير طلعت لسه ماشي الوقت ايو يا خليت ضهره زي افاق اللي عايزة هنزله خمسة جنيه طبعا ولا مليم هو تلاقي عد عليك بلاد انت كمان اوعى هيا حلو يا بورم اه طبعا ما اللا احنا شغالين في ايه؟ في اللحمة المفرومة؟ ماشي حبيبي يولو سلام اه قلت ايه يا زيزي لو مش عايز تفاهمني بلاش لا انت فهم كويس خمسونين فسالة فتة وتركيب لا خدش ولا خربوش في السريع لا اهما على حسب الموكنة معني حسب ايه؟ المكنة، المكان اللي حنقفل فيه الشباب لا لا ده انت صايع دي جديده المكنة دي اه لا 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 حلوة المكنة دي انت قديم برضا معلم طبعا الله هاستطري لاعدا هتشتغل في المغزن بتاعي لا المغزن بتاعك ايه انت قايز حد يبقى مخنوق منك يعني لمؤاخزة يجي لعبها معنا روسي وانا بقى اللي منطلق لا لا ما تخافش الامن عندي هتسلمني انا قول يا رب في القريب العاجل بأمر الله طب بقولك ايه خمسة في الحتة مرضي طب وكارتة هلو اه بش مهندس انا انديل انديل بتاع القاهرة اللي جيت لك عشان كارتة الغسالة اه لا لا والله انت موخك دفتر طب بقول لحضرتك ايه الراجل بتاعي معاك هو حيتفاهم معاك اه طبعا خيري عنداسك اخوك عبدالعزيز اه اه عنده بواشرف اه اه اعرف اه اه هاي اه فالطلبية اللي جاي على فكرة يا عموم حض الله يا عموم اه 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 اخد كم دول سبعة والباقي لما بيا قل ان شاء الله ماشي سلام 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 يا حبيبي سلام سلام يا ابن المفترية يا حرمية اه 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 انا عرف جزابة ناوي امه اللي تالي ايه لفتي من تنمكي لفتي ورجعت لك اه اه لحاج ان انت لفتي ورجعتي اه اودي هيا اودي سلام اودي ايه ايه سافي ناذ اه اه ما عليش تاني تاني سافي ناذ سافي ناذ الله 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 احلى اسم اسمك في حياتي بقولك ما تيجي لمشيها بالبست خليها سافي سافي بقولك ايه؟ تشرب ايه يا صافي ممكن لمون 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 بالنعناع ورميلي فيه خمس حتة تلج عشان صافي مش بقولك قل له انا نصيب يا صافي نصيب يا حلو قوي ولو واحتاجت يا حاجة بقى في المحاضرات القديمة قول لي الى انها ساعبك بجد يا لبنى مش سيعب مش هلتقولك ايه يا مرهو ما حضرتيش لي المحاضرة دي كات لذيذة قوي الهواء ألز ايه يا عم الأمية ايه ايه بالزبط احنا هنتقدم ذاكر زي العالم الدوحيحة دي ولا ايه يا ليه تعرفي بقى ان انا كنفسي بقى زاي بس اعمل ايه بقى الشطارة طب الموضوع مش موضوع شطارة يا لول انتي اصلا عمرك ما هتعرفت عملي زاي لان دي فرصتك الوحيدة في الحياة و لازم تمسكي فيها كويس جدا لكن انا بالنسبالي عادي ايها من دبوة في المكتبة فكرتيني بموضوع المكتبة تدقي انت بنت حلال يا جماعة انا مكتبة بابا في شارع عبدالعزيزة عاملة ديسكرونت كبير قوي للطلبة وخصوصا يعني طلبة صيدالة اللي عايز بقى الكشاكيل اقلم تصوير ورق اي حاجة حتى الكتب احنا عاملين خاص مجامد جدا انتي ايه بتعملي ده ايه مجنون انتي بعمل ايه بعمل دعاية لمكتبة بابا ما انتي عارفة بقى اكل اللي عيش مورك شايف المجنونة واللي بتعمله كده هتفضح له ايه جماعة احنا عندنا مكتبة في شارع عبدالعزيزة عمنا خاص بخمسية في المال ممكن ورقة اه طبعا نتفضل الله والخاصم ده بقى للطلبة بس ولا استفد تدريس كمال لا حضرتك تاخد اللي انت عايزه من غير ما تدفع ولا حاجة ايه شي يا لودة صباح اشير يا ضد صباح النوع بس احنا يا بانا بعرض الضهر ايه يا لودة فكرت في الاولتريك علي الا لا اه طبعا فكرت بس يعني افتكر مش حين فعن نتكلم هنا يعني عن اذنكو يا بنات فيه موضوع كده لازم اتكلم فيه مع الدكتور نادي عن اذنكو يا بنات اتفضل يا دكتور بس خلي بالك اصلي لودة من الكتر وقفتها مع باباة في المكتبة بقت بنت سوق وشطرة قوي في الكلام يعني ممكن تبعلك الرخيص غري قوي متشكر عن نصيحة ايه يلا لبنة اتفضل يا دكتور شايفة صفلة بنت البيع بتغزني في ايه يا مروة ما تسوقش فيها بقى ايه تعباراتك الشيك دي انت كمان هي هي علمتك ولا ايه وبعدين انت معيه ولا معيه هيا حرب يا بنتي ما تزودهاش بقى يا مروة ويكون في حلمك انت مشكلتك مش في لبنة ولا في اي بنت تانية انت مشكلتك الوحيدة يا ماما هو مازن وبس لانه مش معبارك وده طبيعي جدا لاني مازن ستايل وغل ستايل ودماء وغل دماغي بس دي حاجة ما تقللش منك حاولت افاهمي كنتش مش عايزة تفهمي ولا عايزة تسمعي بجد كده كتير مرسي قوي يا لولو على نصيحتك الغالية دي اوعدك هاخد بي ايه هتمشي ولا مش عمي كده اوكي يا مروة لا انا اللحمشي لاني بجد كل الكلام اللي عندي في الاسمه بقاش عندي اي حاجة قولها باي يلي عن ابو التعليم المجاني اللي بيرمي اشكالكو علينا اه يا لبنا فكرت في كلامي ووفية كتب ابن حريم السلطان ولا ايه مش عارف بس حريم السلطان دول بيعملوا ايه عشان عارف اقرب وبعدين بقى بيمرو لسه ايه اللي عليك انك بنت سوق وتفهميها يا طير اشوفي يا دكتور مازن انا لما بقف يعني في مكتبة ابويا لازم اعرض مزايا الحاجة اللي الزبون هيشتريها ممكن حراك بس اتعرفني يعني مزايا عند امامي الحريم السلطان ايه ماشي يا لب يعني مدتي هتنجحي فيها نجحة ما تشليش همها وهو اديجي في اي سعضلية من بتوعنا في السيف تتمرني وهيطلع لك ارشان معين انا شايف انك لو بعيتي معايا مضاش اعرف لوحد طب ما انا ممكن اعمل مع حضرتك اتفاق تاني يعني ايه انه انا حول مكتبة ابويا ديل سعضلية ونحط عليها اسم التنباري والمكتبة في مكان يعني حلو في شارع عبدالعزيزة والفلوس اللي تيجي تيجي بالنص وتسيبك بقى بالموضوع حريم السلطان ده واحنا لقصين اجزة خلات يا لبني انا عايزك انت وردي عليها بقى من الاخر من غير لف ودارة من غير لف ودارة؟ لو كنا في مكان تاني غير المكان ده وحضرتك مش دكتور وانا مش طالبة في الكلية كان ردي عليك هيكون رد تاني خالص انت غلطت في العنوان يا دكتور روح شوف لك بنت تانية واذا كان بقى على مادتك انا بعرف هانجح فيها كويس لقوي من غير ما كنا عضو في حريم السلطان يا عم زيزو ما انا قلتلك اللي فيها اللي فيها ايه بس يا عم أنور؟ دي كارتة وطلع من غسالة جديدة بيحصل تلاقي الغسالة دي بس طلع من الخط انتاج شمال شمال ايه بس؟ ديولاية جارتة انور وقف عرضي وغلبانة ما تروح اللي بقى على ترجعها له ياه ست ابنها بقعتها لها من بلاد برد يعني عبل ما تشحنها وتوديها وترجعها تاني هتكلفها يجدع في التكلفة ما تشتريها من هنا ارخص انت بقى هنالك انت هلأ خد هلأ خد هلأ تعال هنا اه تعال هنا اه انت ابني مين ياه؟ مش هتاخد الكورة خلاص بايا يا عمر خد ياه يا عم ده مجد العسال بس اه بس اه مجد العسال بيركب اللوح الاربعة ميلي بمية تمانية عشر جنيه وبييركبه باثناشر جنيه لا لا يا عمر خد لا مش هتدهان امشي اه هتلبوك امان تفاهمني بقى حكاية الشمال بب ولا ياولاد الشاطين بس يا عم المصانع دي متبقاش حتة واحد على بعضية اه يعني مثلا جسم الغسالة من حتة المطور من حتة الحلة من حتة اه الوقترونيات بتاعتها من حتة الحركة دي كلها بقى هي اللي بتخفض التكلفة تلاقي مصنع عن الوقترونيات حب يوفر فبعد كارتها بتحاجة تاني ريج بتغسالها يا مو المصنع ده بريالة يعني هم يجربش غسالاته قبل ما يطلعها ما عرفلكش بقى وتلاقيه مصنع في بير السلم بيشتغل جنب الحتان لهناك قبول عمد انت بقى ربك يرزقك بغسالة قصة تاخد الكارتة بتاعتها وتحطها مكان الكارتة دي وتجرب بس انا بقى متأكد انها مش محتاجة كارتة ده ايسي هات بس عشان تعمل شويتشين شويتشين دي بقى انا ما عرفش فيها انت رتفن فيها احنا نجيب الايسي هات كويس ونركبها عليها لو اشتغلت نلقت بقى نمرة الايسي هات دي والكوت بتاعها نبعت نجيبها ونشغلها فيها وندورها بخلاص اه يا انت بدل ما تغير الكارتة كلها عايز تغير الايسي بس بالظبط كده قدنا بنوفر للست الغلبانة عارف يا زيزو لو كل الناس بشغل زيك كده كنا كلنا عايش صح بقولك ايه خير تا مش معاك سيولة وعيش شري مواتير وبراميه غسلات وكده يعني من اقولتلك قبل كده عايز تقولي دينجا دينجا طيب روح انت وارجعلي عشان عندي ليك حتي الدين صفقة فيها قرش حلو سريع بس خلي بالك انا وقت لشيني لم اعمل بتوعلي اهم حاجة الامان يا عم بس خلص روح شوف شغلك وارجعلي سلام 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 عم زيزو شكلك هتقلب تاجر على ايدي ودينجا دينجا انا جايلك في الكلام اهو اعمل لطف يفهمني بس وهو موضوع هنأتكلم فيها اتفقنا بيبقى الحمد لله ما اتفقناش يبقى ولا كأنك سمعت من اي كلم فيها شرشاب يبقى لك ساعة عمالة تتكلم وانا مش فهم منك حاجة عن قانص انا عارفك لما توقع تلوك كده في الكلام يبقى جاي تتكلم في خراب مالطة خراب ايه بس وبتاعي عوذ بالله يا عم انت انا جايلك في مصلحتك قبل مصلحتك صلى على النبي عليه الصلاة والسلامة انا استخرت ربنا وقلت عايز اوسع الشجر شوية وقلت بقى ايه في محل في دماغي عايز اخده هنا في شارع عبدالعزيز وبعدين اللي يطلبه ياخده وانا مش هفاصل معاه طب انا مالي ما تروح لصاحب المطرح واتكلم معاه واشتري انا قاعد معاه اهو بس هو يبيع وانا شارع والعلمة ما حد نشاهد خبر بقى اي حد ولا فيه تأسيت ولا اتبقى لك تمضي تكيش على طول حد قالك هشير شاب ان انا عايز ابيع لمكتبك مكتبك يا عجب انت انا عايز اشيل بك كله مين قالك ان انا عايز ابيع من اصله حالي بان اللي قالي بقى ان انت عايز تبيع بس واحيات ابوك ما تجيب سيرا لحد هارب يطعش على عبدالعز يبضلوا تنططوا ولا هم لا هيبيع ولا هيشيلوا بس يبضلوا يعلوا سعر وخلاه اقولك ايه اللي اهو عجرتك ايه عايز تدفعني حقه فوق ده من البيت شير شابي اتكل على الله انا مش فضيلك تقوليه بس كده انا حتى مش هاد اقولك انا ممكن ااخد البيت بحق الشفعة عايز تطردني بالسوق عايز المشارع عبدالعزيز اسيد بيتنا بيتنا اللي ورسته من ابويا ابويا بان البيت ده طوبة طوبة وصان علي قبل ما يموت دي اعني يا خاكم بانه هرم خوفه وبعدين سوق ايه اللي هطلدك منه وانت فاهم ان انت في السوق شارع كله ابن قلب اجهزك اربائية وانت لسه مصمم عالك الكراريس والمسطرة والبراية عيب خدك الشينا لطفي جوز الولاد وشيلك اجدع حشقة في القهار وحط بقية الفلوس للبنك وايش من راحه مريح دماغك اقول لك يا شرشاد انا عايز اقفل وراح اصلى الله حصى اه ممكن طبعا انا ممكن اجب عنك بس هالحق بس هعدى على البيت اتوضى وحصلك على الجامعة على طول لو احنا قلنا حاجة يا عام فوت قدامي يا الله المرة دي بقى في حاجة هقولها لك انا اللي بقولك بقى انا مش هجيب سيرل اي حد خالص لو دي ابن يا سيدي بيحب لبنة بنتك ومصمم انه اتجوز انا قلت له هذا عبيد شوف لك لوة تتجوز بنت ولا حاجة عشان يسندك ويزهقك لا مصم مسيدي القلب وما يريد احنا ما عندناش برات للجوازة شرشادة وبعدين فعلا نقول لبنك يركز في بنت اللوة ولا بنت المعمور انا بنت لسه قدامي كم سنة قبل ما تتخرج بقى انك فيها بقى صدعتني انا عايز اروح اصلى عايز تقعد وقعدش بقوتك سلام عليكم طيب طيب يا مطفى بكرة دي تبوسي اليدين وتقول لي اشتري وانا اقول لك باينة مع بعض مع بعض وبحنية قلبي بيوجعني اقول لك يا معلم هلا ايش عندك حتة من شغلة القديمة اين شغلة القديمة؟ حتة غسالة اوتوماتيك كده تكون قديمة سقطة من اي بيع هشوفلك بس مش عايزين نلف وندور مع بعض عزيزو ماشي ايو يا ابني عندك حتة اوتوماتيك قديمة المال جديدة يا احمر فيه؟ اهو خليها لا خليها دلوقت ماشي هه تعمل ايه؟ سيدني با يا معلم اجرب كده لدماغي انت ركبت الكارتة ونفعت لا لما اخذيني دي تفرق اللا انا عاكز اخاهمك ان ممكن كده اي 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 ازيزو عني تعتقد تتاك؟ اما علم مش النظرية اما مخزة يعني كارتة زي دي افرد ضربت في قلب الغسالة هيحصل ايه؟ عد بقى المرتجع وانشرها احنا روح المخزة نعمل مبادالك بس مش كل الشياط نطيلي وتجيبلي فكرة جديدة يا معلمة على رأيك احنا خلاص بقى يتمصررنا بوا بعض وبعدين يعني انت راجل حتقبضي 15 باكم ورسول الله ورحمه تقوي يا معلم ولا دم يسيل زي النار دي انت ما تعرف انا كنت مزنق قد ايه ده انا كنت واعمل 18 يا معلم واجبلك المفيد بس اناعلم والنبي وصل الناس عليها في المخزن يسهوني براحتي وبيه دماغي وعايز ابقى الواحدة ماشي هاشي سلاح واه سيبك من وهو وبهو البتاع دوت وهاتي من الاخر زيزو خدك القدم برح وتوضب معاك في ايه؟ كنت طالبة منه حاجة واشتريها لك ومش عايزان اشوفها خلاجات اجيوها في الدولار واششجق الدعمك ايه فدشي ودوري براحك يا بيت طول ما انت ما بتردش عليها عيدة كده على طول الفار بيلعب في عيب اكدر بتقوليلي حكاية اللي اسمها ماريام دي مع عبدالعزيز واجولك كان بيقولي ايه؟ ايه يا بنت خالي اللي حي تتغيري وتسحبي كلامك مش انت اللي قلالي اني جايت عيش هنا مع جرايبينك ومش في دماغك خلص حكاية جوازك من الوقت ده انا قلتلي غير كده انا بايسألك عن اسمها ماريام دي عشان لو عبدالعزيز موافق عليها خلاص نخلصوا في الموضوع ويبقى جزارة قطمها جحش جحش لما يرفزك حسيني ما لفزك يا بيت طيب اقولك وتقولي سحوة ولا لا تقولي يا بنت رتيبة اللي عمرو ما شفتها دي عبدالعزيز ما بيفكرش في اللي اسمها ماريام دي نهائي هي جدامه ايه لكن يفكر فيها جواز وحبه وكده ما ظنيش وانت ايه اللي خلاك تقولي كده يعني يا عشجاج سميها نصاحة حريم يا ماريام دي خال اللي وكلى راسه ومعششة في قلبه صح هي واحدة ما عرفش طول منها حاج طيب ما طيب الكاف ولا تفتحينه المندل احسن اسمعي مني وبكرة تشوف طيب انتي شفت عليه ايه خليك تقولي كده يعني بيبان يا مارد خال الراجل اللي طيب كلمة حلوة من حبيبته وزكته سالكة معاها بيبان عليه بيبان في عانيه وفي كلامه تحس ان قلبه عيفط من صدره لما تيجي سريتا لا يا بتي يا عشجاج انتي مش سهلة ابدا يعني ايه هاتش عيفش دي يا بيت تعديلي كلامك يا بيت حاج عيفش دي عندنا يعني حاجة وسخة عليها دبان زبالة يعني ماشي يعني كلامي تلع صح وليلي يا عشجاج انتي حبيتش جوزك اللي مات في الطرقة لزي يا مارد خالي لو حكت على الحب تضحك عليها ليه اللي الجووسي ده كان شبه يسمعين باتي الله يحرق مراك بك يا مارد خالي الله يحرقك انتي ويحرق اليوم اللي شفتك فيه وبطالي مراك خالي دي بتحسسيني اني عندي مية وعشرين سنة خلاص حاجك علي يا مارد خالي طب يعلقومي شو جل على النار تتفقعت مرار تتفقعتيني ما اخداش بالك اني من ساعة ما جيت وانتي جاعد عالكنبة دي طول النهار ايه عايزة تبعدين اصح بالغلم ولا ايه نا ما جزتيش بس جاعدة المارة مكببة كده بتكسحها كسح لما تكسح بواري النهاردة انا جايبلكم معايا هيرويني اسمه العلمي الدايا مورفين او الدايا ستير مورفين وده بناقدر نحصل عليه زي ما تنبعت قبل كده زي ملكولوبنا لطفي عن طريق الستيليشن اوف كروب مورفين وطالما ان الهيرويني ازا ديفولوب منتو والمورفين يبلوبنا اتروع على البرد وتقف مكاني وتجدينا شورت تقف مورفين وتأثيره وخصائصه مرسي يا دكتور زي ما احنا عارفين ان المورفين هو اللي هو الافيون وزي ما احنا عارفين ان هو ليه تأثير مسكن مباشر على وده بجانب ان هو كمان مسكن قوي جدا فهو كمان ليه اعراض جانبية بيسبب ببلرد فيجن وبيسبب ومن اخطر اعراضه ان هو فالمرضة اللي بيضطروا للعلاج بالاوبيوم بيجي لهم قرق شديد وكوابس لوبنا ممكن تقولينا انت اول مرة تعم تخليق المورفين سنة 1803 على ايد العالم الساداري الالماني فريدرش ادم سارتومر وسمى مورفيوم على اسم اله الاحلام الاغريكي مورفيوس هاي لازم تعرفوا ان كل المواد دي بيحزر تداولها بدعا من النبات البوبي اللي بيشتاقوا منه زي ما درسته قبل كده في مادة البوتنم مورفيوس السلام عليك يا شبي شوية شي شوية مورفيوس 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 خط الشيء عندك واخلع إلا انت اما مش هتعلمني عشال اساعدك بتعمل ايه اوه ما انا قلت قبل كده المعلم عنديمش عايز حد يوجع دماغي حلمك علينا اسطلد احلى غلبة زي بعض مورفيوس مور كده على المطور قرب بالبلادوس ايوه على المطور ده تشتغل في الأجهزة ازاين ماليش تسطى يعني واحد واحد عليك بسم الله الرحمن الله 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 يمور الله يمور الحلاوة ده اسطلين الحلاوة ديت كده كله تماما عازك بقى تعلق للبلادوس ده في السقف ماشي وتبقى تجيب لي حاجة افرش عليها العدة هنا وترحل المكتب ده على برا كده ماشي اذا كمان توفروتش وقت غسلات هنا يا شافعي مش هزاف ضرايح جاي كل اللي ده انا حاعمل اصطح وما اللي انت هتعمل ايه اصطح 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 انت شبت الصبحية حاجة كنة من غسالة جديدة حطيتها في الغسالة انت صلحتها الصبحية طب انت شبت ايه وحطيت ايه وعشان ايه شوف يا شافعي انا احب الحاجة تطلع من تحت ايلي متشتكيش ولا شوفوا الشاية تانية يا الله يا خفيف اسحب الفيشة وليه من غسالة اشيل الفيشة ايوه يا اخويا بصة زيزو انا عايز اقول لك على حاجة بصني بخاف من الكهربة بخاف من الكهربة؟ اه روح بقى قد في حتة ناشفة روح المعلم انت المستعجل على الحاجات دي انت هتخلصاله امتى؟ اه انت كده بقى دخلت في الملكش فيه فقدر اطلع برقى فعنا ابنا تجيشن لما اندهله ارزاق هتقولي يا ابوي علمني الصمعة كان زمان من يتفكتش الحاجة يعني دخلت فيهش ملمس كتلكش رجل من العصر الحجري رجل قديم عايش ورا خارز اتم وتلاقي بنته قديم ازاي ما شاء الله عليك يا شرشابي عجبتك؟ ده انت نيلت الدنيا فوق دماغ الواد ده كان عمال يقولي وهو نازل ان انا هاخد بابا ونروح لقى فتحة اه انا مش فاهم الوقت ده جابوا ساخت المخ دي من ايه؟ تقصوا دي يا شرشابي لم تدور مع الراجل وروح اقول له انك كنت متعذر ولا اي حاجة ما بقى رب تاخده هو وهي وتخلص لي وانت هتطلع بالليل ما تنساش تجيب العيش الفين هو وبنته خليهم ابو ثلاثة وعندك زي دي؟ بتايقلي بس عادي يعني لو مش عندي موجودة كنت قلتلي انت انوار انا مصلحة كده عايزني فيها شش خدتي حسك يا زيزو خلي المصلحة تمشي ليه؟ حده قفلنا فيها اقول له قفين فيها كتير بس المهم تقسم لي مين بقى هي دي يا معلمي؟ يا ابني اللي عيبات هي عندك مينة كتير وكتير ليه يعني؟ مش الغسالة تعجرتك وخلاص لا ما انت فاهم بقى الحاجات المتركبة دي مش زي الاصلي بتبوز بسرعة لا الحاجات اللي عندي نظيفة لو تصدق اخوك الاي سي دي تعيش لحد ما الغسالة تبقى حتة صفيح هلا بالحق ركبت الكارتة مكان الكارتة التانية وبقيت زي الفل كمان لو قل انوار هي الكارتة دي زي يديكها بالضبط يعني مفيش فرق بينهم ايا هي الاي سي بس يال مختلفة بس انا يا شارك اسيا بقى اللي ببير السلم غير الاي سي وعيش حياتك هركبه وبين انا بارجعلك بس انت رسينا على المصلح الاول السفرات بتاعة الداشة يا عزيزو الداشة بيتنظر يا اخي حنحطي فلوسي على فلوسك ونجيب لوكشن ورزينا على الله ايه مصلحة الاسفرات دي ما عندناها لسه مردتش بالسوق بس انا مش وارك فيها وانا مغمبت طلع الشغلك بس وارجع نرتب ورقنا ماشي بكان بقى رايس يا سيدي لما تشتغل هتديك ضمانة يومين ربنا اخليك ابو نور سلام شئ زيزو لو هتسيح بقى في المصلحة بتاعة الداشة زيزو ما تجيش الناتانة ما تجيش الناتانة زيزو هتسلام يا اخوي نا بس انتي مدعت النار ده لك طب يلا شتاكلك وعمل مبوعة وانا شحركه الورجال الكامسترس بس بقولك ايه المرة دي بفلوس بقى بس كده ساتي انا ايلا افندي هتسالة بنا وصلك معايا هتلا ايه التكسيات كتير بطل يا رخامي بقى بتاعيدي انا اسف يا سيدي كنت منفعل شووي ماشا يا مرة بس صدقيني لو اللي حصل ده تكرر تاني انا مش عارفك قبلا لا خالص اقولوه انتي عارفة لبنا صعبان عليها قوي انا عارفة ان هي ملهاش اي زنب في الظروف اللي ايا فيها انا مش فهماكي انتو بتحسسين ان لبنا دي تشحت مثلا يا بنت لبنا ظروفة احسن من ناس كتيرة قوي طب والنبي تعرفت صرحني عليها انتو مش محتاجين ونصايد لبنا طيج واكيد حتسامحين تفتكري؟ تعالي قريكي يا ابني بقى مخفى الزفت اللي انت عملت شرابه ده حرام عليك نفسك كمان يعني كمان مش واخد عليه يا ابني مولاس بنجرب الحاجات دي لانه محدش واخب منها حاجة نفس وبعدين ده هما دول اليومين اللي بنقاش على ذكرياتهم يا عيني انت بقى جاي من السويس عشان تصرف فروسك هنا في العباب ده بقولك يا عم وليد مش عشان صحاب تدخل في حيات الشخصية هو انت هتعمل زي ابويا ده انا اخترت اتجارة عين شمس مخصوص عشان هبعد عنه وراح دماغي منه حيات ايه وشخصية ايه يا شريف انت هتأمل فيها يا بني ادم بقولك يا شريف انت شكلك مش بتاع مذاكرة وشكلي هيقولك باي باي قريب قوي حاضر حاضر سبحانت باي قبش بقدسيك اهل البakري ازايد عليكم السلام وراحمة الله ماشى يا شريف يا عم علي ما لسه بادري هو أخوك زيزو مسيح لك لعا الساعة الساعة كان بالظبط يا عما لسه الساعة ستة المغرب أعداء لا لأس انت باين عليك مش نويت ذاكر النهار لا وانا بصراحة مش فاضي لللعبة بتاعك ده يا الله سلام هو هدخول الحباب زي اسباك التاني ده انت أخو زيزو مين فيهم بقى انت هتعرف زيزو مين فيهم بقى ألا أعرف زيزو عاد بقى عدد شعر راسي برا يا بكر كده ما يصحش يا جدع الله عين وليد ده صاحبي أخو زيزو عبدالعزيز بتعرفه؟ لا مش أنا هو اه لا هدعرف زيزو حب العزيز بقى السلامة يا شباب الجبعات السلام يا بكر ما تأخرش المرة الجاية والله يا ابني عين ينفع ينفع اللي انت بتعمله في نفسك ده ايه الأشكال اللي انت مصاحبها دي يا ابني ما هي الأشكال دي هي اللي بتجيبلك الحاجات دي والحاجات دي هي اللي بتقايم الدماغ دي فما تضطرش تنزل للأشكال دي عشان تشوفها التصوير التصوير جنة 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 مغلق جنة بسم الله واتعلموها بقى ومتمسكوناش بيشوف واتعلموها بقى اتعلموها بقى الله 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 انت بتغلي وترقص ايه؟ قفلنا وجبارنا وبعنا؟ احنا قفلنا وجبارنا وبعنا وقوله يا لستا اسم عبودانك يا مولانا طب ويه جديد؟ ايه اللي وصلنا له ما هو هو؟ وصلنا له اه بس بالكارتة اللي ما عليك جابها من اسكندرية لأ طب ايه الجديد ما تفاهمني؟ ايه الجديد ان غسالة سيادتك شغالة من غير الكارتة بتاعتك صلحت اللي فيها؟ الاي سي الاي سي الاي سي الاي سي الاي سي الاي سي طب استنى 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 فاهمني ايه الاي سي؟ ما تشغلش بالك قول انت بقى هيكارتك هتحتيجي بكام سبعة عشرين جنيه بالجملة ايدك بقى على سبعة جنيه ثمان تغسالة اللي شغالة زي السعة السويسري دي اي لا تكلم بجد يا زي السبعة يا باش اما انت سمعت عبودانك شغالة ولا مش شغالة؟ شغالة شغالة علي انا ما انت جيدك تتلفى في حرير لا حرير ايه؟ انت كل صباع من صوابعك دي يتحط الفرق سولوفان شوفوا الصباع يتبع بكام ههههههه وانا بقى كنت ممكن العبع معاك روسي وانزل على اسكنديرية أشتري إيسيهات وأطوعك في عشرين جنيه في الحتة شوف بقى في خمسمية بقى بك عمرنا ما حنختلف يا زيزو بس انت خلصني وأنا حخليك تنزل محافظات طبيع زي ما امت عاوس يا عم عيب ده أنا معاك وربنا لو حتى عايز تعيد تصديرهم ما هي بقيمتها إن شاء الله إن شاء الله من الليلة أنا بس أروح البيت أجيب هيت متين وفارشة كده عشان رايح فيها أنا مش هامشي من هنا لما خلصك بعمرنا صد عزيزو انا عامل مخلطة لما قلت إن انت غير ابوك خارس سلام سلام أنا بجاد تغرب إيهي وبكرة تشوفي عندي لا ودي أقولي أخد الكارت عشان ترudي الزيارة تقولي لأ ما أقدرش أنا من البيت للمكتبة للكلم ابدا أنت نظراني لوش البلاستيك وعملالي فيها سيدة الجامعة الأولى لو صمحتي يا ناسا ممكن الشانطة بعد إذنك؟ ليه وفيه الكرار جديد بتفتيش الشرط ولأيه؟ عندنا تعليمات بدأت والتعليمات بقى بتقول شانطتي أنا بس؟ لا والأنسات كمان، بس يدت اختحلنا الشانطة فانت غريبة قولي الموضوع زي مفتتيش ده تبقى في حاجة ده يعملهم بيدورها عليها ايه ده يا ناسا؟ ايه ده؟ ممكن الكرنيه؟ ايه، 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 ايه انتت، يا سيطانney؟ ايه، 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 ايه حجايا؟ انا مش فاهمة حاجتني اتفضلي معايا، انسا اتفضل معاك فين؟ انا مش فاهمة اتفضلي معايا، انسا، مجرشة وشارة عشان ابلغ تبلغ على إيه بس؟ مش تفهمني أنا الأول؟ تفضلي معايا، انسا وأتفاهمينها كل حاجة دو الوقتي اكلمي بابا يمره وخليك دي الامية ماذا؟ يا أشجال أشجال أيوة اللي فيه اللي مفاك تستو وشيطلت لحاجة ايه بست دي ما عرفاتش مفاك تستو اللي بعلقوا هين دا وشيطلها مخضر كده لقدر لقدرها أيوة تمام تعالي بنا ايه بتعمليه لا بس ايه هتلمي عزالك ولا ايه؟ حاجة زي كده فيه حتى مزعلك ولا حاجة؟ والله لقد طابسناك أمي أمي مزعلاني أشجال لا زيبك بشة عملاها حاجة ايه؟ ايه يا عزيز؟ شايف المرتبة دي قريح بيها كين يا اخوي؟ ايه ماتيش يا امي هديك برابك لأكي اسبوعين نلاتي خير يا ابني كفال الشر ليه؟ عندي مصلحة كده يا امي هتقضيها ان شاء الله حاجة يا طب خير يا ابني عملي المصلحة دي فيها بخير وحتاجة لتشربلين ازاي بس؟ ايه ماتيبش هم من هدي مشيطي يا امي اقول لها لنقضو عليها بكس اسمش هستم اقول الحدة دي بعيدة عشان نجيب لك وطل وخلاجات وكده لا انا اتصدق طب اقول لك اما نعم انا سايبك هتحط في المرتبة مصروف اسبوع اه؟ طب انتي قد تجري؟ طب شين المرتبة لو اختك يا ابني بس؟ نجيبك بس؟ اهو يا ابني ايوة؟ قد يبقى منهم نلاتين كنين اه اهو من تلاتين جميع ايوة اطلق اشي هنا؟ ايوة؟ اهو يا ابني انا مصروف وليد اما يعتك تاني بي الوها؟ طبس احنا نلوح نلت في الحاجة بس نجيبك منين يا ابني انا هبقى تنقضرو بكل شوية انا اتصدقل تاني يا رب نفسي اقول لك ايوة اهيوة انا شطط العيدة انا هاخلي اخدها تاني يهة لا انا ديبها لاتقة احيان انا اتصدقل اتصدقل أتصدقل ايه السلامة يا دنايام بس فولة الله بس وقت الله السلامة يا دنايام السلامة اهة ايه درا؟ ايه درا ما عزيلي ازيزو اللي ايه؟ ايه ميت توقعك ادرا راح مش انه جاي بسرعة طب قول يا زيزو رايح فين هم نبي بس هي بت الناس رات الشهير ومحمد وانتي ملك انتي حد كلمك قول يا زيزو رايح فين هم رايح في ده يا رتحتي ايو يا بقى ايه يا تردغ ما ترجع يا بعيد بحقي جاه النبي والله يا بيت لما طلعت لك انت عجل تغطية انا عايز افهم انتي مالك قول يا زيزو رايح فين ها؟ إيهوة يا بيت؟ طلعه أشجان هو معايش يقول لك أنه جرى فتحته وهنضفه الشجافات وهيتجاوز بعد شهر تبني يا أشجان جدي يا تيتو بشانتتك؟ أيوة شانتتي بس الحاجات دي كان عندك معمل النهاردة؟ أيوة كان عندي معمل بس حرارك أنا مخدتش الحاجات دي من المعمل يا فندم إحنا أصلاً أول مرة نبقى خارجين من الكلية وحد جوته بيفتش شنطنا هو في حد مبلغ عن لوبنا بالذات؟ بالظبط كده الأنسة لوبنا متبلغ عنها أنها بتهرب مواد كيميائية بغرض استخدامها في تركيب واستخلاص مواد مخدرة حضرتك ده أكيد بلغ كيدي ومين اللي ممكن يفكر يزيكي بالشكل الباشع ده؟ ما عرفش أنا أصلاً ماليش أعداء تفتكري مين ممكن يعمل كده؟ ما عرفش يا لوبنا ما عرفش أنا مضطر أكتب محضر بالواقعة وحوله الصبح لقدارتك كلية عشان تتخذ الأجرات اللازمة محضر؟ يا فندم الموضوع أبسط من كده بكتير ويشوفوا إيه اللي ممكن يطلع منها يا فندم صدقني لوبنا دي أشطر بنت في الدفعة يعني استحلت تهرب حاجات من دي وكمان حالك ممكن تسأل فني المعمل لو في حاجة نقصت من عهودته هو أكيد حيبلغ بساعتها هو ده اللي هتقوم بإدارتك كلها يا أنسة تفضل عملوت في قدل أربع تلاف جنيه همان أنا عايزك بس تقشر مش تؤمر لا الله اللي عايز فلوس ولا عايزة مد ييد لحد تسعمل ليه بقى الزرف اللي عندي اللي بيصبر ولا بيرحم انت يا أخويا ما مددتش إيدك لحد غريب غير لأخوك بس الموم بقى صالح كده يتجدعن ويشد حيله ويصددهم أول بأول صالح ماله وما لسا داد بقول لك يا رطفي ابنك جاني وطلب مني الفلوزي عشان يسافر وأنا بيني وبينك قلت له لأ بس قلت له لأ ليه عشان يقف جنبك هنا ويساعدك وينسى موضوع الصفر ده انت هنا محتاج له في المكتبة دي كده دي تام كده من وراهي طي يا عزي اتأثر رقبت في الشرع كله اللي قلت يا بو يا ونعم ليه طب دلوقتي متى إشاراتها تخلص ودي فرصة ما بيجيش كل يوم بعدين يا سيدي يعني حج علامة خكمش غريب بقول لك يا رطفي أنا فلوسي دي عندك انت يا أخويا أنا بيني وبينك قطيعهم من لحم الحي وكل ده عشان خطرة كنت تمام؟ متشكر لا متشكر على إيه انت راجل في السوق وكبير وفاهم القرش هو روح التجارة لكن العيشة والمعروف يا أخويا اللي بينا تحكم علينا ان احنا نعمل اكتر من كده مع بعض يا بسرنا استنى 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 ما اكتبلك وصلة أمانة أنا ما حدش ضمن الموت من الحياة ايه يا عم لطفي وصلة أمانة ايه عيب عليك اما تقول كده احنا أخوات يا راجل دي الفلوس عندك تزيد ما تقلش يلا السلام عليكم السلام عليكم شد حيلة السلام عليكم السلام عليكم ألف شكر سلام عليكم قبل ما يرحلوها عن نياب أصلي دي جنيه يا حج حاضر حاضر سلام يا حج مع السلام شكرا تصرفت بنتك هنعمل ايه دلوقتي نعمل ايه في المكتبة وتعالي اروح لها طب هات دهنا دلاء حطها فوق وانت فل بسرعة وحط خالها يا صالح تعالي ايه في المكتبة وانيه لحواختك عب العزيز تعال حالي عب العزيز خير يا عم لطفي في ايه لبنا لبنا عب العزيز المسخلة في كلية فيه مشكلة مش عارب في ايه مالها عم لطفي مش عارب مسخلة في كلية بقول فيه مشكلة وانت قل لي عرفك وانت قاعد هاي صاحبتها انا جات قلت لدولات ومشي بعربياتها يا صاحبتها ولا عبني محمود القربي تعالى يا موزع عم لطفي احنا هندخل بس الحاجات دي عندك لحد ما نيجي طب يلا يلا بسرعة الله يخليه نتنح ليه ما تشيل جانس الهات دي ودخلقها داخلها نزل هنا نزل هنا اجبت المفتاح طب هاي اقف اللي هاي ما اقول يا عم لطفي لحد دلوقتي في الكلية انا بسا جاي اللي دلوقتي شوف هنا تكسر عم لطفي تكسر او عيادنا تكسر تكسر انا مواخذة قصة معلش جامعتان شامس ايه كبه عم لطفي اراح فين اراح فين اراح فين اتطر على قصة وقد تم استجواب الطاليبة المذكورة سين دي شمطتك فاجابت نعم وحالة فتح الشنطة عسرة بداخلها على عدد اثنين انبوب معمل بهم مادة سائلة مزودتين بسدادة مطاطية سين بماذا تفسرين وجود هذه المواد بشنطتك جيم لا اعلم لي بها سين هل اخذتين من معمل الكلية جيم انا لما اخش هي انها المعمل وتم الاستجوان في حضور زميلتها كرنيك انيسة كنت معاها في المعمل النهاردة ايوا يا فندم ومحصلش ان انا شفتها خدت اي حاجة وعمرها ما خدت حاجة قبل كده صدقني يا فندم ولازم احسابها لكن قسم الغازها لو طلعت دعك علي في ملنم اعمر والعيش والملح اللي بنا اهو ابتدينا نجزب اهو الحتة في الكارتة وفت تلاتين نعم يا اخويا انا مزيزة هياخد عشرة وياخد عشرة ليه اعيل زي ده في فاة علي اوي خمسة دا لو مزك في يده خمس تلاب جنيه هيتصار علينا محدش هيعرف الامه الودة لازم نخليه معانا خلى اللي النشافة بايتغسالة وبقدر انت متعرفش مكسابنا هيطلع قديك انا هوافق بس قاسماً عظماً كمان مرة لو ضحكت علي الاولى العثيك في شارع عبدالعديس كل مايبا انت حتكالي ماخدتش حاجة واصلة من الدخمة لبنة بابا العاني يا بابا انا مستعمال يا عادي يا بابا ايه 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 اوه اوه اه اوه اوه افحش التعني عايز بالنعرف ايه ايه اللي حصل بظل هه Internal هاهالодар الحويم هانا حاجة ايهانه احاول التحيل له دارتانو الم trouver وين لي اتخذ مجموص والله اعمال بعمال نحاجة well you don't do that ايه باس انت حصل منها ايه تحملنا بيه ايه اعشاناً فاهم بنت حضرتك إلينا معا حاجاتو اي خدم weakened هي بتنكر ب Elliot Enc boll'agium التحيل لدارى هو اللي هايصو tell me ترجمة نانسي قنقر معاك خمسة يا تاخد عشرة ياكل على الله شوف بقى عملوص دي لين المفتاح يا لسلي يا كنت فين انت وبنتك والمحروم دي لين المفتاح دي لين المفتاح دي لين المفتاح حاجاتي بقوها أجيبها وطلع لك ان شاء الله المفتاح شكرا على بعض السياقين مش عايز حاجة مش عايز حاجة مش عايز حاجة بلأ كنت الخير بلأ كنت الخير بنا أخليك عم الشارع يا دمعتني بتسأل على شغل الليه استغبت مين دا يا معلق أنا هو بيت فين انت والمحروسة وابوها بيت فين مين عما قلت فيه لا لا أنا كنت معدي كده واخد بالك فلقيت الرجل تعبان كده كشف في نفسي نادى علي رحت داخل لقيته تعبان قوي جيت بقى البنت ورحنا ودنان المستشفى سدق وتؤمن بالله بخته طلع كامل لا لا والله طلع كامل مية وثلاثين طبو يعني مية وثلاثين كل يوم مية وثلاثين دا مية وثلاثين فوقه كام تحت يا معلّم تسئين تحت والسكر دا كان يا السل العادي يا ابني ولو اني مش مصدّك لك اتعلن عاوسك مش عادي بي عدم السكة دا يا معلّم مش باسك فيها في دا يا حاجة بقولها دي يا جادة عمّالة بقى لي ساعتين بناهج فيك عشان تنزل لي عشرين جنيه مفيش عايدة فيك يا ستة انت طلعت المصري من ابويه من الصباح بس يا الله ممكن تلك مش هننزل ولا جنيه ما عجبك الكلام دا يا معلّم فيه ايه كانت واخدة اللاجة وكانت واخدة مروحة وبتاعة نموس وجال عازة تعمل نصحة وتنزل جال عشرين جنيه عشرين جنيه فيه ايه نزل لها عشرة جنيه ولما مش عاجبك رواح ربنا يتخليك يا راجب يا الله ادعي للمعلم ادعي للمعلم ادعي للمعلم لكن من زمان كده لما قلت لها تعالي اشتغل معايا كان زجوتك دي طربت في عشرة في عشرين في مية كان زمانك على قلب دناعي للمعلم قولني شيء نصيب يا معلم وربك بيقسم الأرزاق ونعمة بالله قولني بقى بتجيب الكارتة القنديل من الهيه كارتة ايه يا مواغزة مش فاق بالي الكارتة وادي اللي بنعمل جاها المصلحة مصلحة المصلحة مش فاقم برضا معلم يعني ههههههههههههههههه قللك دى الي قلته كلها كمان تلات اربع تمرين كده وتخش السباق وفي السباق هيبقلك مشجعين ويمكن تكسب كمان سباق ايه معلم بس ومشجعين ايه سباق الجاري يا راجنية فشارة عبد العزيز يا راحومة ركز ياات معايا العنابايا لها وقت تطيب وتتسوي فيه اوعى تقطفها بلاوانها فاهم؟ فاهم يا سيد المعلمين توقل أنا الله؟ تكرم تؤمرنيش بحاجة ما أمر عليك ظالمين؟ والله خليفتها عبر حياتي يعني أروح منك فينا أروح منك فينا صالحة يا عم الحاجة وأنت أحد أعمل لك حاجة دلوقتي يسيب الغاية لو أصلنا عشان يبطعمنا على أخي وانت قعدينة زي الحريب إله 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 الله يا عم أنا عبدت ما طلعت أشيل الفلوس وانزلت لئتك مشيت وبعدين مش الواد ليس مزيز دقاء معك بالواجب عايز مني إيه بقى وانت ما حصدتناش ليه؟ ما قلقتش علينا ليه؟ يعني النهاردة لو أبوتت أختك ما تيش حد يوجب مني يا بو يا ما أنا بقولك لما نزلت لئتك مشيت قلت روح أنجز أنا في مشواري بسرعة وأرجع أشوف أنت عملت إيه؟ مشوار إيه بس وزفتي إيه؟ أنت ما عندكش دمت شوفت بقى بتهيت تغلط إزدائي؟ عين أنا ما كنتش بلع؟ ده أنا أخدت الفلوس أديها للراجل عشان حي التأشير تأشيرا؟ تأشيرا؟ بروح يا بني روح الله لا يسيقك روح أنا عارف أني مهما عملت وفيش حاجة هتعجبك طب مني بس اللي أول عملت إيه في موضوع الأبنة ماذا؟ بروح يا بني بروح الله يسلح حالك بروحتك بقى طب تأشيري فوقنا على خيرتيني ما عرفش يا باب ما عرفش يكونش المعيد القيلس اللي بتوتي العديدة هو الأعمال عشان يخلص منك مش للطرجات يعني ما تبدفع عنه كده ليه؟ مش بدفع عنه الحين هو ممكن يعكسنيه تننظر عليها عشان ابن رئيس القسمة بس يعني مش قوي كده أم المين؟ مش عارف يا باب عشان كده مش عايزة لاتهم حد ولا أزلم حد طب هي الحاجات اللي بيب لقوها معاك ديت يعني أي حد ممكن يشتريها مبارة ولا بلا إيه دا مش فاق بنا مش كل المواد والحاجات اللي لقوها معاك ديت قلب اللي بحطها في الظرف من قاني النوع مش عارف يا هيبان بكرة بعد التحليل يعني إحنا في موقف خطير ممرش علي موقف زي ده في الجامعة قبل كده عشان أعرف بس يعني لو المواد دي تلع فيها المادة مخدرة هيبقى هيبقى خطيرة برا يصدر بقى أنا يصدر تعالى كده بقى محتاجة محامي يجي معاكي ويقف جنبك ويقولك هتقولي إيه ومتقوليش إيه أنا اللي مجليني بس مين؟ مين ليه مؤصلحة من يحطم لك حياتك ومستقبالك ومين ده؟ أنا بكرة اروح الجامعة واشوف إيه اللي حصل أقولك باك شخصي 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 أين فعلا؟ أين نعيش في البطل واحده؟ أين نعيش في البطل واحده؟ شخصي ألا أجعلك أحدث شخصي 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 قول لي بقى أنت كنت عايز تقول إيه بس وطي صوتك لحسن أختي تسمعها طب ما تسمعها وانا كده كده مش هتكلم وغير لما أخش القناة النهاردة مش هينفع أصلها طالع في دماغها تنظف الشقة قوضة قوضة بتات الصعبات يا بيتة اللي شمال المرة اللي فاتت يا دي المرة اللي فاتت كانت رأى ده عينة في قوضتها الله طب ما نشوف إيه لها عيانة خشوا بقى طب والله لو ما قلت لي أنت إيه المفاجأة اللي أنت جالت قولها لي لكون دخلوا سعبات استني بس في كده مالك قول اسمعي أخذ الفراجة على ده ودعيني إيه ده بقى إن شاء الله فيلم عربي عربي قديم يا أونتي ولا إيه أجنبي يا بيتة وبعدها انت مالك ما تتفرجي وخلاص هو أكله بحلاقة شوف أنت بس أختيك أتنا ممتة واندهيني بقى طب بس قول بقى ما تبقى شرخي لو ضرمة أن أنا هين عليك إن أنا منزل زعلان كده ومكسور الجناح يبقى مش هقولي يد قول بقى بس بقولك إيه ما هو يا كده لإلا تاخد شريطك يا عم ومش هتشوف وشي تاني لا لك حماية أوك ده للنهاردة ابتعال أنا دفعت فلوس التأشير نعم يا رحمك تب الصعبات يا بيتة ولا إيه تيش عارفة نمي ميتة انت ستحيني بقى وإيه يعني عبيته محنا على اتفاقنا برضو اتفاقنا؟ اتفاقنا إيه يا صالح انت كده بتضيعني وبتخلع يا بيتة ضيعك إيه يبقى ما تسفرش وخليك قاعد لحد ما يجو في الأجاز لا والنبي يا بيتة انت عبيتة ولا إيه؟ ده أنا ما ستها تاخد التأشير وابعدين يا عبيتة السفر ده مش غير حاجة من اللي بني نتكلم بقى بعدين على الرواء سلامة استنى استنى أنا بس ما سمينيه شوتيني لا بقى نتكلم بعدين يا جنيني للأصبح نعم يا سيف يا عمي بصيلي عايز إيه مش تتكلم لي يا عادلة أصلحة يلا يا عمي والنبي تكلمش لأصينك بقول لك يا عادية انتا أنا محتلمك عشان أبوك وابعد طيب لكن وديني ممكن أعلم عليك على ما تفتكر اني بيقى العمر كله شغل السعب يا عزيز إيه ايه ايه صادة اللي عام فيه ايه البس هاي بتاعك هاي بتحطن علي وما اوزح لبلوت فيها لا مفتيح وبيخلي بالك من صادح شوالي عشان يعني انت راجل محترم وطيب ما عملكش فضاع في الهم قولنا ليخوي خليك فحالة تشكر عبرا عزيز تشكر بصلي بقى وصدقه ده كمان حاجة لله يا عبد أديني حاجة لله هتعشح ده أنا زي ما انت شايفة مكسح أما انت بقى عليكي جوسك يا وارع وحيات أمك لمكسحت بجد عشان تعطي بقيت عمرك زحف وتستهحي الشفاء عنها ست سناء وربنا ما كنت أعرف انك انت انت مقضيها عامل يا ما انت مقضيها زحف يا واد ستقى ان انا اللي حرابيك ايه يا واد انت وافي ايه ما قالوا عجل حلح لحاله أبوز ايدك بلاش توديني للمحلم شل شاب لا بس خايف من الضرب عامي فيها بو الرجالة وبتعاكس لسول الشرق لا يا سناء الواد سرق منك حاجة هو يقدر بس ابربيه عشان ما يبصش لأسياده وبعد كذا او صلى عنابي بس عشان ما تعملش فضائح مش هزين لامة انا حاسة اني ما سيبوش قطاب المعلم الشتاع انا اجيبلك حقي خلاص اجيبم حقي منه سيبهوا لي بقى يا سامر بقى ما تعملش فضائح بقى انك ببضيها كلها اتلمت ايه يا حبيبي اتوكل على الله اتوكل على الله يا دا انت اللي بتعمله دا يا خد ايه اللي بتعمله دا حد يققى الوقع دي لا دا انا كده عمني ما هصمحوا بيه ون اسم يا ست قلتلك استني بقى انا اجيبلك حقك على جنب كده ما ش presente شكل ايضي هم انا حرج عليك tomato انه الون اب 2003 انه حتي ايضيه يجلين حاجدة عن جديده انجل لنطاق Jeez اتوكل على الله اتوكل على الله يا معلم شرشابي اتوها ايه بدتك سنائكك فى الشارع سنائك سنائك انا خذل يا معلم يا بدتك يا معم يا بدتك ابوكل وقع والله constante لا يوجد شيء يا معلوم الحمد لله كله تماما تماما تنزلي في أي حتى تعمل لنا مشاكل يا معلوم قصد الودي مارع ايه انا عادي افهم يعني الودي عكسني وما اتكلمش ما انت عاملاله اكده لازم يعكسك يتعلم نسلك اساسي قوات تعله طول ما انزلي مش عاجبك ايه وايه مش عاجبني طبعا ايه حايزة ايه باتقول لنا وحنا نجيبلك اللي انت عايزة ايه باتقول لنا وحنا نجيبلك انت ملقاه لك انت واحد ومنتو بتكلموا تتدخل ايه ده موضوح ايه لي خوري قاد من هنا هلا وانت كمان خوري اطلع الام يعني مش عاجب الدوال امي هجيب انا الدوال امك يا ربي يكون سم هاري فعلا هلا يلا بيت خوري جاتك داهية وبعدين معاك اصاب هتبدل معنه ابن لحد همت ايه يا دنيا ايه يا دنيا هتبضل امشأساها مع ناس اديهم طايلة وناس لا وانا اللي قلت غمزت ومسحة بلاقي ايه بسرية يا ربي اصبتها توقع ليه دي بتجيب الحظ لبشت جتيت الله اخرب بيتك انت بتروحش بيتك ليه سألت عليك الجبعة قالوا اللي غايب بقاله جوبعة اروح اعمل ايه اللي ماهوش عاش عياله يروح يعمل ايه انا حزن دماغها تدفارتك يا باكرو اقولك ايه عاكش حتة بني اعيب عليك ودع فرقة ودسكة صاحبي ايه 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 يا دي ام عفن اهو ده اللي بعرف اكشه بدرشدات الزبايد اخايف يا باكرو اروح ايه سألاقي الدور كله باح والمصلحة خلصت ونرجع نتسول ونسأل حق النشوق تاني انا بقى بسكت في اول الخيط بس مش عارف الاقي اخوه احنا لسه هنقدم ابرا في قوم قاش انا بقولك انا عايز حاجة في السليم المعودة عشان نقلص خالص اول مرة تبقى متسرع العبلية دي عايزة تستوعلى دارة هادية دارة هادية واللي قاعدين في البيت دول يموتوا من الجوع ويبقى زنبون فرقبتي طب اسمع بدي بقى ودورها في الججوبة ارهي انا قابلتلك بيد مين وليد يا عبو انا جايب ويطلب بيد بنتك بقولك وليد ده اخو زيزو اللي حابس دبنا ومسك علينا التسجيلة بوبابين يا ابن انا مالي ومال الزفت ده انا في المصلحة اللي عطروخ دلوقتي وليد ده بيذاكر بعوادسه شريف شريف ده كييف ولا اللي بيسلكو في البودي وبيدفع فوري اه يعني احنا هنقاد من وليد اخو زيزو ويبقى هوا سكتنا للتسجيل اللي معاه ما هو ده الخيط اللي ده باسك اوله بس مش عارف انا يا اخو اسمع بكم وليد ده ليه في الكيف كييف يعني؟ لا عايل كده ده التيف ما بيدخنش ما بيدخنش خالص صح هي كده يا دونيا لما هو ما بيدخنش هنخليه يشرب ازاي ويأدمن ارميك في المياه دلوقتي هلقيه منك ولا من مين؟ وقعت الحشيش يا شابرة الله اخرب بيتك قلتلك رابطة ليه؟ يعني امشة المرح في ايه؟ لا وانت عد في المغزن بتعمل ايه؟ اقفل المغزن وروح دوري عليه ان شاء الله تجيبه من تحت قطيل ارض استاني اه وصل بيه مغزن يا معلم انا عارف ان اتأخرت عليك بس ربنا كان عدي مشوار لا انا ازعلان منك ازيج احنا متفقين انك انت هتفرغ نفسك وتفضي نفسك وانت عارف اللي فيها فيه خمسمائة قتيل تحت عايزين نغسل ونتفل ما انا عمل ايه يا معلم انا بميت ايد ما انا لميت فرشتي وعدتي وقعدت هوم عسكر مغلق في قلب المكان على فكرة المعلم شرشاب قابلني وقعد ينبر يكلمني على المصلحة وشوية يقول لي الايسيهات هو قارف حاجة لا 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 عيب انا حبيت اقولك بس طب قولك ايه موضوع الايسيهات ده ناصك حاجة انا ممكن اكلم الرجل بتاع اسكندري بعطلك شوية لا معلم انا بأمر الله هدبر لي غطيني رلتين واسأل في بقيت الكمية ورد عليك ماشي طب انا اتوكل على الله مش عايز حاجة مني لا انا مش عايز حاجة انت ساجل مية وعشرين جنين مية وعشرين جنيه مية وعشرين جنيه ديك شغل بقل انا حاجات كده رفايع يعني وبعدين اخصممم بقى انت نحن نجمع مع بعض الله يصلح حالك كده 140 140 دود 120 وانا قلت كي التانسيد و120 انا ايه 140 مال اه لا انا جمعتها غلط 140 140 يبقى كده لك فرقابة 120 سلام ده ايه ده دي صغلح فريد ده اللي ايه ايه بكر احسس ان انا دماغي بتقلع ان انا دماغي اللي بتصير يا شبرو فين افكارك اللي كانت في السليم المعوجة وجراش الجراش ونوباركنج يا معلم الجراش مفهوش ولا فكرة ولا فكرة شنوي ترحمني من صدى الصوت ده طب بلحق صدرتك يا اسطة الغباس غتصف الباية مية مية بحر النيل كده انا عاشت العيال النهاردة يا اسطة طول عمري بقولك الصبر مفتاح القبوبة بس مين اللي افهم بقيتها بقيتها باكرو علي النعمة انت عيال مطاقة وكلك مفهومية مين بقى اللي قدر بوابي اسمع خليك مع الواد وليد لحد اخر المشوار ايه ده هده قد بده هاسطة انشالله انشالله حتى ما طفحه انت مش بتقول ان الواد شريف صاحبه هو اسكتك في البني وبتسلي كله وبعرفش حد غيري هلو يبقى نقاد من وليد ونقدر ناخد منه التسجيل اه طب ايه رعيك بقى ان زيزو هو يبقى السبكة اللي نصطاد بيقى السبكة الكبير مين؟ زيزو اسطة زيزو تفتكر هوافق؟ لابو اخذ امك دايبة تقول ايه؟ عندك ام؟ كانت فيه قاعدة زباه؟ كم الزبنة على الودانة عبر بالسحر وده مو بيت وفرقابته عايل بيتعلم واما بوراش باعاش بس ده الودراعه ازاي؟ هو ده المهم السلامة بكره كده انت سلمت هلمة شفاية وليد اخو زيزو ودراعه الضعيف لما نلويه زيزو يجنة وينخ ام ام يات بينا يا عبد ام دروح فين استابنا يمكن بحر الديل يحدف علينا بولتية اختي اللي رابيتها لا 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 البولتية اللي بره اكبر بكتير طبعت السجرة جيه؟ ام بينا خليك انت قدرت اقوم اقوم يا جاد عباد طب اخد دعا فالصاير اقوم يا جاد اقوم يا جاد بعتلي شو اشياء عندو سيز انوار اناصر خانت ام السلامة عم سلامة 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 يا جاد يا عدد فتح يا عدد يا عدد فتح يا عدد فتح يا عدد يا عدد سالك تقول يا شباب ايه ابنا حلاوة ده انا لسه كنت ريح لك المحل لهو باش ازيدو معاك دي امو نص دكة ليه يا عم 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 يجيب تومن حلاوة. خلاص يا سيدي. معلش عمنا الحلاوة دي عليا. دهش يا جميع. اسمها بقى حلاوة عملت لي ايه في الاجهات انا طلبتها مني. مش هي يا غسالة بتاع الجارتك بقو دي. ايه بقى لازمة الاي سهد دي كلها. يا جرح خليها بيني وبالنفس كده وانا بقى فالطمك. لابن المؤزية. يا ده. را عديد تومن حلاوة. ليه كالت اللانشون. ده هولي حب ترانسل يا همه انوار. حقا يا را يا انوار. يا انوار. ما تعملش عقلك بعقل الواد. كنا بنقول ايه. الاي سي هات. اه صح. جيب لك الكميل اللي انت عايزة كلها. ده بفوق دول. وزيادة كمان. ها. هتحسدني على كام بقى. خلي بالك انهم مش لية. خمسة جنيه. فاصل انت بقى مع سبونك في سبعة. رجول يا انوار. وفواتيرك بقى وكده ها. حضرة. مش انا القوان بقى بحط قرشين بتوعج على قرشين بتوعج. ونقول يا هادي. والله العزم انت رجول يا انوار. بقى قاسد تخلني معاك في مصلحتك وقاسم كمان. لو تخاب لاش. وانا خاف منك برضو صاحبي. ماشي يا كينغ. بص بقى. هي خبطة واحدة. ونقف عالبر التاني. ونقرى ليلا راحة فيه. بس وحات رحمة اهوك. ما تقول حتى لغمك واخوك. يا جرع رقابتي. وبأمر الله. بكرا الصبح فوسك تكون حضرة قدامك. ماشي. اشتا. سلامة. اي باشا بنت الشاي بقى. يا زيزو. بدا. الشاي ده على حساب مين. على حساب زيزو. اشتا. بص بقى. خدوا. وقعت لي فخفخينة. فخفخينة. اعمى انور انا نفسي استفيد منك بحاجة. اعمى انور مش كده. اعمى انت حجبنني. الفخفخينة ده على حساب زيزو. اي رقبا معلم زيزو في المضافة اللي انا عمدتها دية. قلنا. الله ناور عليك يا برينس. ماشي بقى. انا ليه طلب عندك. تكلم المعلم قنديل. بحب حد ارشانت علي. الاحسن شدد عليها قوي. المعلم قنديل شدد على يا اخوك كمان. وهو عادت ايده على الكل. انا اعمل ايه? صاحب راس المال جبان يا صاحبي. واللي يحط القرش بتاعه في مصلحة كأنه عبره وتفتح. يا اما ربنا سطرها معاه. يا اما الابر بتاعه بلعه. وساعتها بقى ما تقص عليه للرحمة. نفسي اعرف بتجيب الزكاوة دي من ايه? بالأيام. عندك عرشة عشاء لله. عندك عبيبي. عندك عيان وتعبان. عندك هنا الفرشة لو حبيدت ريح ساعتين ريح. والاك ما تتغلتش بقى لك. لاي لاي لاي. لاي لاي. لاي ازحة بيه. عناك انت السحابيان اخوة. جبانتك بقى يا شافعي. اني محسش بيك نهائي. لا راغي. ولا كلام. ولا صرها. ناشت. مش هتحس بيه يا خالو. نسمة. يا الله. اخرب بيه. انت الحيط اتنمح مشفخر. يا ابني الايام صح صح. ده انا دخطت مسألت الجرد دي وما فيمتاش تخيل. يا ابني عشان تعرف ان الحاجات اللي مش عاجبك دي شربها بيقوم الدماغ دي. لا والله. انت بيتنايل وانا بيتنايل. يا ابني ده تخيل يا ابني ده اكسبريشن سمعته من الكيفة. بس بيقولك ايه. لو الوقت ده بتاع الحشيش ماشيين انا الاول. اوه انا مش مقص اجع دماغ. يا عم تنش تعيش. خد بيت الحشيش اللي هيوديك في ده يا ده. ده يا بس يا عب شريف. ده يا بس يا بكرو تفضل ما فيش دباع. انت عارف يا صاحبي ان انا اخر سجارتين بتلافي فيه. سنفهول لها مش محاسب. اهلا. ازاي. طيب. ماشي بقى انا. هسيبكوا عشان تعرفوا تصبطوا دماغكوا كده وما عاك ننش عليكوا ها. سلام. على فين يا وليد ما لسه مادري يا ابني. اقعد انفوخك مسألة تانية. ما معلش نكمل بعدين. عصا انا كده اتأخرت. بستعجل يا عبد الوسطى. والكتاب ده مفوش صور. بعدين اخوك كان ليه علام جامد او زبان. الله. اخويا امين. زيزو? لا. اخوك اللي هو ده. واعوز بالله بل قولت اخوك. بس اخوك زيزو ده دواخني السبع دخال. لفت عليه في كل زيزوهات اللي عرفها بلاقيتوش. كهده فص خلوا داب. يبقى اكيد ملوش في البقنة ولا في الحاجات دي. طب انت تعرف البت الهاب. الهام مين دي كمان. يا عاب البت الهاب. البت الطخيطة دي. الله. إلا مالكش لف البقنة ولا في اللاب يا ده. مالك فيه يا ابني. معين الاثنين هما نفس الاتجاه. طب انت تعرف عني كده. انا اللي عرف الهام والأنغام. يلا. سلام. بس تيلي على عادتك. يلا. سلام يا وليل. ما تتأخرش بكرة زي دلوقت. ان شاء الله. صاحبيك شوف دي بقى. ايه دي يا صاحبي. دي سطفة ابليس. جري يا بكرو. ما انت كل مرة بتقول نفس الكلمات دي. وفي الاخر بتطلع دي شبه دي. يا عب اسمح اللي بقول لك عليه. كل اهل اخو رايش كده بشربوا بالدي. وبراحوا جهد ابت شوية لفدة سجارة. لا لا خد انت تعامل. انا لسه اضرب لي بتاع خابورين طلعين من نفوخي. يالله بالدجاح ان شاء الله. احنا هنستنى كده من غير ما نحمل حاجة. او ربنا يبعته يا بنتي. انا هين عليه انزل ادور عليه بنفسي. والله انت جالك تينا ورد خالب الفاضي. يعني هو مادام بيروحوا يذاكر كل ليلة عند صاحبه. يبقى نجلقوا ليه. يا بنتي بقولي كنت اخر عن معاد كل ليلة. اجيبت منين بس يا عبدالعزيز تشوفها كو. صليها ليش فافيكي وجمي النام. خمس ذكايك وهنلاقي داخل. انت عمر ومحامل. اها. من خطبت اها. ما تزعجلهوش. خليها كلكم بتويناه. من حضرتك. مساء الخير. فلا معلاتك. دي شقة فاليد عبدالرحيم فضل. ايو. طب او مصوب في الاسم ومخضرات. يا مسبتي يا انا. ابني. الحاق بقى اموله محامل الحسن دك توقينا. مشخافنين يا فون. يا يا متش Vie RNI. يا supernatural. يا رحب تبطل يا جيد عندماً. يا مخدام يا re前. يا اللي. سأجذ لله بس انتهد حاجة غلط. حاجة غلط انته ده يخبت shock النبي على أنا عبدالعزيز زين. هكتifen. يا أجي معك. لا 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 خليك يا عبدالعزيز انا اتصرف يا عبدالعزيز سرع وحيت ابوك انت مين؟ كله بالتامده وخلاص عايز افحتيه وارع دوياله ايه اشكاة خليك عليك تسيني ما تتيجي حد انا اخوك وليد الراجل جي البيت وقال انه متلبس المخدرات ويرحلوا على النيابة لا انا يا ريسود ولم كل حاجة اشافي او صدير الحد واجئي لك انت هتتأخر احنا نحقنا الفكري سارح والاجري جارح مليش في الدنيا دي ساميرا اللي جابك هنا دلوقت يا بيت عايزين فلوس عايزين فلوس ما انت بقلك اسبوع مغايبك وعرفت ما كان انا ازاي بيت انا مسجيلك انت اصلا انا جيل عمي زيزي زيزي ومين يا بنت المجنونة وعمك مين عرفت ما كان ازاي وعايزة منه ايه يابا انا كنت جاي ادور عليك هنا هو صفني وانا بعيض مجيلي معي عن ضمي وخد الوضع المسلسفة دفع فلوس العلاج وانده لم يفلوس وانده لي فلوس وانت منعبس عنك حاجة طب خلاص خلاص كفاية يا با كفاية يا رواح انت دلوقتي انا اتصرف هتصرف ما انت تكون صرف الصراحة ايه هتك بتعمل معي كده يا زيزي هتك بتعمل معي كده يا جدر هتك بتعمل معي كده يا جدر يا دنيا تتلبيه ليه وليه انا ده نبت يا خدد الجنب محضر عليها انا نشوفها جرس عليها اوه ايه بزاك يا عم فتاح اهلا يا زيزي اخوك جوا في الحدث وعزيم التلعها يا عمنا وما حدش هحلها غيرك لا خلاص المحضر الكتب ولمخدرات في كتابه المخدرات دي متخصوش عم فتاح بتقول لي يا عبدالعزيز نسكت انت خالص إيه بتصمحضة الخلاق ده عن مفتاح إيه يا زيزي إحنا مش فضيين للعب لعب بتاعك ده يا روالله لما يا روالله عن مفتاح ما قولك المخدرات تخصوني عن مفتاح ملا ما قولك يعمل محضة الله انت جاي تبالتك علي يا أولا إيه والله أحطك في الحدث لما يبالك صاح ما نعمل لك يا طيب إيه الخلاق دي يا فتاح محضة باشا المحضة جاي يرمي بلاء علي وبيقولي عن المحضة هيا يا سيزيو باشا عارفك عارفك كويس مش انت الورشة تبوك تسرق ومش عايز تلمن محضة اللوهد دلوقتي وممشيت بجناسته بطول الشارع ايه باشا حصي ساتك انا جاي اعترف بحياسة المخدرات يعني اللي اتمسكت مع أخوي انا عايز اعرف انت قلت تعمل كارت الارهاب دال مين كارت الارهابي بس يا باشا انا يا أخوي ممسوك عن دوكو وليد ما اشك انت وجيش الصعيدة ورجالي ستابوك وشالي عبدالعزيز ما تخليني في الواد المحبوس داي باي سيادتك انا جاي عتارف يعني المخدرات دي بتاعت انا وتخصيني اصلا يا فاندم كنت بخاب الحشيش في الكتاب بتاعه على اساس يا انا امي ما تقودش بلا وتمسك المخدرات يعني وهو نزلي ذاكر مواحد الصحبه حاصل اللي حاصل توت الزبط الكلام اللي بيقوله ده تلك سفت انت بقى روحه لا عاني يا باشا دربني يا باشا وأنا باشي في حالي والله عزيم اولي ضربت ورده شابره ما يميله شالفه توشه كده لاحداد التين ضربه بعد الساعة سبتني بالبطو يا باشا وأنا ماشي في حالي بجري على قوت عيالي وفي لحظة صمت طالع علي وفتح المطو وعايز ياخد اللي معي وانا معاييتش يا باشا ايو قدب غفت باقته هنازف من البناخيرة خلاص خلاص التواب بقولكو ايه امشي من هنا عشانا مش فاضلكم ها؟ اللي هدخلكو الحاجز وعملوكم محضر وعركو عن نيابي انا اسف يا باشا ليش هتلازل عن حقي اتدخلنا الحاجز اتعرضنا عن نيابا حقي يا باشا اقوتي اقوتي عيالي خلاص خلاص يا شاب خلاص بقولك ايه؟ تعرف زيزو؟ زيزو؟ زيزو مين فيهم يا باشا؟ هاكون مين فيهم؟ ده هتنسفيني؟ هتكون انا اعمل اسف يا باشا اسف ساعتك بعد ايس ده حاذا؟ انا ادخلت الحاجز افتحك افنوا يا باشا تفتشوا من الاول وتعمل لهم محضر وترميهم في الحاجز لذا مفضلكم احاودي يا باشا اتعري زيزو؟ انا اعيز اقوتي ده هتبقى هاي مين في حاجز يبقى ايلا؟ هتبقى ايلا؟ تفتشو levels استنعوا هتك شايته على اول هاي مين في حاجز اتبقى اييت؟ طبعا فد عيد اللي 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 معنى لك يا لك تماشي تعال اسمك يا انت و هو عارفك انت شهرب اسمك ايه باقر ايه؟ باقر باقر كانت تكونينة في شكراكم افهمنا عزيزو اخوك متبلغ عنه انبي حياستم مخدرات ولما المخبرين مسكوه لقوا فعلا في الكتاب بتاعهم مخدرات مخدراتي يا بيمس دلولة ما بيحطش السجارة في بوق مهو حل اللغز ده عندك انت يا عزيزو لو انتلي مين اللي سرق الورشة بتاع تابوك هنقدر نعرف مين اللي دس اللي خدرات لأخوك وبلغ عنه وانا يا باش اعرف مين مين اللي سرق الورشة دس باقولك ايه؟ ما تعملش حدق علي انا متأكد انك عارف مين اللي سرق الورشة انا بخبرتي بقولك ان اللي سرق الورشة لسه حطيناك في دماغهم وبييلو ادراعك بموضوع اخوك ييلو ادراع انا؟ ده مالضحايا يا باش ام شنجان ماقولك يا عزيزو ما تضيعش وقت معاك لما يا باشا بلاش نتكلم في الموضوع ده خلينا في الوقت المحبوس كله ده خد اقوالي زي ما قلت لحضرتك واحبسني مكاني اللي ولا عنده كلها مكره يا باشا ما ينفعش اللي انت بتقوله دوت ما ينفعش عامل كده مش هينقذ اخوك غل انك تقولي الحقيقة اسمع كلامك يعمل محضر بسرقة الورشة بتاع تابوك واكتب الاسامي اللي انت شاكت فيها واسيب الموضوع علي انا وديني وما اعبد معاسيبك يا باك ايسه ده عام مستقبالي انا خلاص يا عام وليدي اهدى بقى اهدى يال عايزي اللي عام مستقبالي ده حاطولك عشيش من كده يا اخزاها انا طيار يا جدع اهدى قلتلك وقعد بقى ارتاح يوع يا جدع خلاص بقى بالعرق السعيد اللي نفر منك ده زي ما زرعناك فيها اطلعك بدا اطلعك بدينا عطلعاني مانا ازيها لا بخلاصي بمحضر الكتف وكل حاجة خلاصت خلاص يا جدع الهوة اتعامل يا عام نعلم ايزك عام حابوكش اهو 비�انتا ها? راب ياف anxوق اهوة واف اسمع الصمت وكله حازي كله يقلم ياد يا قابل مش انت يا عام القليل عام قليل عام انت أستاذيو اناصها يا جدع يقلع ما تقلقش. تلمس التشيرتي ده. ايه له قادر البنطلون ده? يا عم مش هينفع البنطلون. يا عم مش لبس حاجة تحتيه. يا جدع قدت لك يقلع يا عام. وانا ملمس البنطلون بيتلع ومش لبس حاجة تحتيه. خافش انا كشف عليه. ايه له? ايه له? الحاس seguاض. حاسن ديه. و Immerepchen Jaime. ديه الشابشي. بنسل بيه. ادي ايه. بليلي الحاب الحاجة بيه. بليان عاش الخطر تجلو الشيش اها ايه لا يا عم انا مش باهم اي حادة على بكرة اسمع جنزة بطولة جنزة اسمع عم وليد يا اخو زيزو اللي مغرقني في جماله انت هتقولي ان انت نازل الصبح بتجري وبتسخن عشان تخش اسباق اختراع الصحية اللي في المدرسة مدرسة ايه عم انا في كلية يا عم مفرقتش انت جاء تعلمني هنا وتصحح لي اللغة وما خلاص على كده وانت بتسخن وتجري على الاخر كده هجموا عليك المغبرين خدوك على الاسم نفعولك الكتاب يا سلام واسمي بقى مكتوب عالكتاب تمام امان الامان يا عم كله في الجراش اوه حبيب قلبي اوه كده انت كده عن قصد مستحبالي تمام كده حبيبي حبيبي ما تعملش كده اسمع بقى اسمك عالكتاب اهو بس ان شاء الله ما يكونش مكتوب على الصفحات اللي في الكتاب عشان ما نغرقش في عالك الكتاب نعم خدوك يا عشان يسقط سواكه يا ولادي يا عشان اخراجهاك ومشور ده دمه يا ساح وددمه احمر بانتوك الخروق بس واعيا تزيزه تزيزه الي خارج شبره خارج اللي يبربش اللي الغمر الفكر انوْ هبربش اوو يغمر الذي الفكر انوه يبربش او يغمر ياه تفهمتو؟ لسك تكسرية حبل غسيل انصحني بيوه شاوه تعال انا انت متعرفشو انش سيئة حراب؟ حراب يا؟ حراب ايه؟ حبل غسيل برايش تمام ارجع اتوب يا عزي ارجع اقف اتوب يا عزي توب كلوكو يا عزي خضي يا تعال اطلع اركب العجلة دي هتنبالح بالدخلة اركب العجلة دي. شاب غالت جانزيري. شاب غالت جانزيري. شاب غالت جانزيري. يا الله يا شاب. خد يا عبت. وانت اطلع لش سلم ده. يلا اشتغل. يلا اشتغل. يلا. يلا. مرضي يا عم. مرضي يا عم. تمام. هيا يا زيزة. لسه نصمم عبالك المحضر برضه. وتشيل الليلة على اخوك. بسعب الحسابك انت اخوك هتتعرض على النيابة. وممكن يكون فيها اربع استمرار. هنعمل اي حاجة عشان اخوك يخرج منها. خلصة دي حرق. ما تفوقي انا قد انت فوقت يالا. انا قد انت فوقت يالا. انا هنرسل ايه هتتعمل مرة تنسي الحرامية. خلصة خلاص. هي ايه يا اخوك اللي خلصة خلاص. يعني الخناء اللي بينه بنصحب اكتشفت انه المش زي البفت البيضة. زي البفت البيضة? يعني ايه يعني? يعني زي ببتصبت زي ببتفضلت واحدة من واحد وانت بتفعل. اتحمل جدا ان انت صلحت يعني? اتصالي احنا تمام التمان وما يبنش علينا زعلك. خلاص يا اخوي خد انت بينا كله يالا اويل. انت. عندي مع جمال دي يا الله. جمال ايه يا عينة الرجال انت. يعني عشان ما يبقاش في كتابة محضر وطرحلات وعرض على النيابة وحباك ايه ده يعني? مش عايزين من انتو جمال مع فلا يالا هدونا بقى وانت. اسمع يا جلالا استنى اخوه برا يا جلالا تعالى بس واطنة. مش فاهم. يا جلالا خلاص الوقت فيه ما هي اعمليه وكله هيبقى تمام كلها ساعتين وهيبقى وكين خلاص. مخضرات يا شب. يا عبد اتنغي والطيان لينا الدماغ اللي عبدان في الحجز ولا هي. اسمع بقيته وهو. انا عد الباشا بيترجان عشان يفتح محضر لي سرقة ورشة ابوية. عد الباشا? عد الباشا يا اخوي. اتعمل فيها غايبو بقى. هتقل معا يا فخوي هتقل معا في حياتكم. جريه عم القبضاء يا قلت لك خلاص. الودي يركع كل يهو هبقى تمام التمام. اديني قدمت لك السبت قدم انت لسبا كله قدم بقى يا. اتنظى نا هنا. انتواف يا خلاص. بجرح يا. يا جبعيني بقى عد البطاة هما في للتهديو. يا ريح فين بس. اتكلمني هنا. ايام يا حبيبتي ما احنا أخذنا كل الكلام جوه ومتغني كمتاني كويس وطمنتي أعرفت أن مش أنا أخذر بيك لا بقى بصراحة يا صالح أنا مش هتطمن غير لما تكتب كتابك علي زي ما وعدتني بل ما تسافر يا خرب بيتي خاص صبح يا بنتي ما أنا قلتلك أول بس ما سافر واستقر والدنيا يتمش معايا شوية هبعت لا بواي تأوكيد الجوازيك وبعتك لاي بعدين ما نعرفتك أنا مش هرجع عائلها تاني غير ما بواي يموت عشان ناور السيان واخرص طب وانت هتسافر إمتا يا صالح ولا عرف يا بنتي أنا قدت الراجل الجواز والفلوس ومستني دين التأشير بس أولي أسبوع عشر تيام ببورها مصر السوحات الأبت لاجلت اللي بيقونة بيعوز تتعيش معايا عمي تاني يا مهر أسود يا لهو يا لهو يا فهمت يا إنتي تخرز خالص إنتي لك عن تتكلم بانتباجع يا لهو يا بات بطالي فضائح دي كان جاي والله جاي من شوية حاجات فضو تتلقى منه يا حاج يا لهو أهدي بس والنبي أهدي والنبي أهدي عشان فضري انتي تخش بابا دل ما عد تعويش يا لهو إنتي اخفليني يا بات يا بات يا بسرطي يا أبو يا بسرطي يا بات انت بتحرب يا ناك والله هلالك دل أبوك وأقوله الحمدلله على سلامتك ده نوعي محسيني يا عمي يا حبيبي عملو فيك يا حبيبي بهبلوك قولو حبيلي عملو فيك ما حلص بقى يا عمي مراجل قدامك زي الفلة هؤو يا حاجة داعي الكروار اللي إحنا فيه دوت مايصحش كده الحمدلله إن وليد رجع بالسلامة يا حاجة وبعدين بقى خليه كده يقوم يستحم وياخد دوش حلو وينسى اللي شافه ويتعش عشوة حلوة ترم عظمه طيب شكليني يا رجال ايه ده ايه ده ايه ده با مش دي ريحة فراخ محمرة ورز مفلفل الله يبرك لك شوية بتنجمعلي كمان باقيقة ما حدر الوقت طعفين بس تعالي عودي هنا نزلنا على طول إحنا مايصحش كده يا زيزو طب عشان خاطر الرجال ايه الحاجة حلفت مايصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو انت بخير ولا ايه عشان تخاطر باب اللي ساحدة تاكل بقى بعض طب بنا هقوم أنا بقى رايح شوية لا يا ابن لا انت تاخد دوش وتتعش مع الرجال انت وشك بقى زي اللقم لا لا ماليش نفس انا جاء عنه اه اه ايه انا نحطف معاش يا ابن ايه 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 ما تنسوني بقى وتسيبوني انساكم بعد اللي عملتوا فيها وخليت الوسطة بتاعي يفتع لها بطوتو واتزل عشو البلح والصحبية يعني هتعمل ايه بكرو هترش الزيت واسخ نتزعلع فيه يعني تمرو ايه بكرو ولا ايه ايه انت هو يعمل ايه بس عشان انتحالوا عن قفاة وتسيبونك العيشة اقولك يا جديزو اللي عملتوا معنا ده ما اتلعش مجمجم ولا بالطاب للبلدي ايه فيه ايه فيه ايه فيه ايدي وحرب مني من الشاقة باستخفلوني يدارين على حال بسعرهم خاسبي بس من خلق غلط غلط؟ هو اخوكي خلى فيها غلط؟ انا سمعا معاها في قداتها وعلى ما خرجت من قوتي كانت طلع برا الشاقة انت فين يا ايه الادب يا لاسمك صالح لو راجل تطلع له وطو صوتك وانا هجبك حقك اذا ما اتصرفتش انا هبلغ عنه واحمي اختي لو ايه كمان هوجيه عند الدكتورة تطمن عليها لحسن يكون بينهم خاسبي على كلامك وشوف انت بتقول لي ايه يعني مش عايزين تقول له هو فين فبهدي بس ايه ده ايه ده و سلمتوا عملينها دي اهو شوفتي كان نايم وليس خرج من قطه حرام اللي افترق هو ايه اللي كان نايم يا وفيق مين دي اصلي انت تصابعت على مين هو دي انت يا ولا لو ما حاش اعرفي لمك انا بقى هاعرف اصرف معك واي ساوي فيها ست انت كمان مالي بتقول انك كنت عنده هلا في قضيتها قالت مين يا بنت ده ملغمش غير فرامي البلا يلا بيتان تمشي من هنا يلا بيتان تمشي من هنا يلا بيتان راجل لا عملني راجل اوي يا اخويا وجيب دعمل ايه على يسيري الاختي يا حج محفظت يا ايه يا صلي محفظت بقى شباهها ما معرفش اه هي محفظت المشكلة يعني محفظت بقى شباه محفظت بقى شباه الكلام ممنوش فايدة دلوقتي يا حج انا الصبح اودي البيت للدكتور ولو كان فيها اي حاجة انا هبلغ عنه وهجبكم شهود من غير سلام بص بي الله يا رب اوك بص بي الله يا رب بص بقى يا اخويا انت وهو تسجيل بتاعكو تحت ايدي وانت عارف وهو عارف ولو كنت عايز اعمل بي حاجة كنت عملتي بمحضر عند عاد البيت بس انا بقى انا ما عرفاش كيف عبدالعزيز يدخل السواب بدور علينا كده عبدالعزيز عارف كويس بيعمل ايه عارفين ومعرفش ايه هم ادور اللي حطوا الولدك الحشيش في الكتاب وكانوا هيودوا على الشمش مستني ايه عاد عشان يكسر راسهم مادام جبهم يا حد هنا يبقى ناوي يكسر سموهم عشان يعرف يشتغل في شارع عبدالعزيز ما اللي عارفهم يرش ريب المية هرشوا بالدم نلصم فيه خاف ما يختشيش كلام ده عندكو في البلد هناك انما هنا الناس بياخدوا بعضهم على عيبهم واللي ما تحتاجيش وشه النهاردة بكرة تحتاجي القفايا اشجال عبدالعزيز عايز الوكل يا اما حضر يا عبدالعزيز شهل مطرح ما يسري يهري انشاء الله يدفحوه قبل اطلوع النهار يا رب يا بيت هده مش طيقهم كده شاهلي بقى عشان يدفحوا يمشوا يل خلص خلصنا بقولوكو ايه بقى ما نجيب من الاخر ومشتغل مع بعض اتبقى المصلحة واحدة حبايق وصحاب يا حبيبنا ما احنا باية عشان قرينا يا عشان المصلحة جاهزة ومشتنيها قلبك الجامد مصارحة كلها شمال يا شاب انا بصراحة ربنا كده مش عايزة ضيع مستقبالي ومستقبل الناس اللي فرقابتي مع انك رايح شمال الشمال مع صبق الاسر والترصب دخولك في زوريق انديل شمال الشمال وفي السليم المعوجة اصدع انا مش اخرب عليك واعتبرني فيها لو لايها فيها مصلحة انا هساعدك متستغربش يا زيزو زمان انا كنت ضد ابوك وسرقت ورشته لانك الليها فيها مصلحة النهاردة لو مصلحت معاك ضد انديل انا همشي فيها انا كده شبرو قدام الجنيه فتن مات قلبه وعاش عبدال لنزواته انا كمال عبدال لنزواته وابنك سعيدي اصلا بص يعني ان المصلحة ديها تكفيك وتكفي بيتك ان خلاك تعمل كده مع ابن عزيزو انك عارف اللي يكرهك فيها وتتمنى لهم الموت مش عارف اصلا والله ما عارف والله دي ابنك ده زي القمر حتى وهو مسخسخ ومده والوعيان بصرا فيك ما شلته كده صيب علي واحتو اخده على المستشفى على طول الا من الحق هو اعمل ايه ما لي كتير ما شفتوش يا زيزو نفس اشوف وابوزه واخده فهوني وطبطة مالين زيزو اللي عملتو مع ابن ده اللي عملتو مع ابن ده على قد ما كبارك في نظري على قد ما دايقني منك اجده والله وتتدائق مني ليه اخي اللي عملتو مع ابن ده خلاني عرفت ان الراجل مش هو بس اللي يتجوز عشان يخل خلف لا الراجل هو اللي يعمل اللي انا مش قادر اعمله انا عايش فلوس يا جهلق ونافس اسوفه لاي لاي بالله لما حبساجي خير يا صحيح وبتعرف تعايد هو زي البناد مين هو دي اسطر هو دي اسطر مين ايه دول ازيزو مش عشان احشالوات السعيد وان شاء الله ازوره واجب له حاجة حلوة كمان خلي فلوسك معاك يا جدع يا جرع اخوط بقولك مش عشانك الله يا جرع انت بتعملني كده ليه يا جدع حرام عليك بها انت بتعملني كده ليه ازيزو انت عايز تكسر عيني وتجيب مرخيني الارض صلى على النادي اسطر خد الفلوس اسطر خد بس صلى على النادي اسطر وانت تجيب معربون يا اخي عربون الشغل اللي مال وامر الله هيفتح وارش تابويا وحاطوها فوفيا طب انا ايفا عطلوا بطلب من نظمة الحدية دي؟ قولي يا عم بكر خلي الشريط معاك بس تتيني التسجيلة ببابيت قل سهل أناتي مجموية لسعبني أسرق الكيميكا لجلنا نقف مع زمنتنا على تؤكش هذه المشكلة بفي هذه المشكلة نقف من الدرس العروس prevent هفكرها لبنى جدتها لبنى 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 كلها مـتأكدين استخد exponentially يا لبنة نحن متشكرة قوي يا جماعة وانشاء الله برأت وتظهر بإذن الله إن شاء الله يا حبيبتي وأنا مش بسيب اللي عمل فيا كده يالله يا حبيبتي كلنا معاك يالله يا حبيبتي مش كنت سمعت كلامي وجبنا معانا محامي يقول لنا هنعمل ايه ما نعملش ايه نيجي كده يا بابا إن شاء الله مش هنحتاج محامي المحامي موجودة عم لطفا زيزو إنت إليك أنا؟ لما أنا ما كانت شوين فعد أخر يعني على فكرة عم لطفا أنا والأستاذ كنا عند أستاذ مران جوا وقال لنا إنه ممكن نلمل موضوع يعني في قلبه الكلية وبتشاء الله ربنا إذا أكبر أيتها ربنا ما يحيمني منك قبل يعني عم العزيز ربنا نخليك عم لطفا هو ده المحامي؟ اه الأستاذ فاخري بقى إيه خيوي الأستاذ خيري جابس نا وإيه بقى بيشتغل في شركة المايا مسكن الشغنون القانونية وبيكتب شعر شوف يا ستة الستان أنا مفضل الله ما عندش مكتب لكن بعون الله أجيب لي براءة من أول جلسة شوف دي؟ اتفضل أبنا يا أستاذ ده الأستاذ مروان مستاني من بادري اتفضل عم لطفا اتفضل اتفضل أستاذ خير أستاذ مروان اتفضل 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 أبنا يا أستاذ تعالى بس أهلا بس أهلا اتفضل أهلا بيك أنا والد اللبناء كنت بس عايزة أعرف حضرتك إيه الإجراءات اللي بتتم في الحالات اللي زي دي يعني بعد إذنك أنا شرحت لابن حضرتك كل حاجة ايبني ايه احنا هناخد أقوال الأنسة في محضر وهيتم التحقيق مع كل الأطراف من أول فن المعمل اللي المواد دي في عهدته لحد شهادة زلعيها اللي كانوا معها الشكشن المعمل وأنا أؤكد لحضرتك أن المتهم اللي هي الأنسة لبناء بريئة من كل التهم المنسوبة إليها براءة أصدقري من دم ابن يعقوب عبدالعزيز واصل من حضرتك راتي تفتح لحرياز عبدالعزيز يا أستاذ فاخري خير خير سوف تنتمي خير خير خارج خير خير ولل soup لا إله إلا الله فبعد في محض local انه ليست محض grease رأي doing انه ليش قال هياكي وقفت الشباك دي لقوا بسم الله ما شاء الله الجابونيز أبوكي مش قلك بدل المرة ألف متوقفش في الشباك وإلا حيطاين عشتك يا دنيل علي وعلج ابني بدري خليوني عودة أبسش ببدل معافي أقاضي هنا واتلقاحي واسمعيني عادل شوف يا بيتة ما قولك انت قطعت قلبي حرام عليك كفاية عليك يا بيت كفاية البلوة السودة اللي عملتيها في أبوكي وكان حيولع فيك يا بيت تلمي يا بيت تعيب يا بيت كلام الناس كتر وجوزك في السجن أهوديكي قلتيها جوزك في السجن وأنا تعيبت وعايزة أطلق نعم يا رحمت إيه؟ عادي مفيهاش حاجة حتطلق للضرر إيه اللي فيها؟ لا مفيهاش بس أبوكي طلب منك كذا مرة إنه يطلقك منه وانت اللي كنت بترفودي ممكن أفهم بقى إيه اللي تغير أهوما أنا بتغير كده وخلاف وبعدين أنا خدت ساعتهم متخنق مع أبويا ومعندة معاه أقول له أزاي؟ مش لازم أقول له لعقة وانعته ومش هو اللي سجن جوزي أقول له أزاي يا أما؟ هتقول ليه ولا روح لمحامي يطلقني؟ خلاص على راحتك بس أقطع دراعي من الحتة دي إنما كنت يا بيت تشايفانك شوفة ونوي على خراب بيتي ليه يا أما؟ كل ما أكلمك تقول ليه نويالي على أهبابك مش معقول هيكون عليكي يعني يا أما لما شباب يروح حاضر وأنا مستنى لي المخفي يطلع من السجن يعني أنا مليش نفس أجيب لي عيل ولا اتنين وأقضى ربي فيهم يا أما حرام عليكي ولا البيت دا اللي يموت فيه ويموت وكالله كلب خشب كلب خشب؟ إتي بنتي بتجيب الكلام دا من إيه؟ من بوقي هتقول ليه يطلقني ولا أشوف لي اتنين اللي قتع لأ يا أختي قوله لأنتي هو أنا استجرى قوله يا كلني ألمين ولا يرمي علي يا أيمين انت لأ قول له يا حبيبتي واستلقي وعدك منه لما كلامك ما يعجبوش طب هقوله هقوله بالعند فيك وإن شاء الله حتى كلامي ما يعجبوش هتصرف ماذا زهاتي يا أمه هقول جايم أنا هحرق يا قديم هحرق بضعف شارع عبدالعديس كله وهحرق شارع عبدالعديس نفسه كمان إيه دا بس يا أم لما عملش حاجة دستاني أنت تزعل قوي كده ما قول لك العال بتوع يا شاف العال بتوع وطيارين بياخدوا زبال يدخلوه من الحلم العافية ما بتقوله لحد عبدالعديس في السفوق الله هو أنت معايا ولا معايا؟ أنا معايا بس بحاول أفهم منك علم محرم بضعط تدخل محالك زي ما قوم بابع مخدرات يا سيدي لو يقدر يقف قدامنا يورينا نفسه ما هو أقف لنا يا أخوة ومتلحم كمان بيقول أنا ماليش في الخبص ولعبة العالي اللي بتعمله انت وأنديل أنا وانت بنعمل لعبة يا لأنديل بصراحة أه يبقى محدش مبوض سمعتنا غيرك انت همعافي من النهاردة بقى انت وعلم في جنب وأنا الواحد في جنب ما تتكلمش وانت مولع كده لا هتسمعني يا أنديل العال سجارة دي لو قبت برأسها الفهم لنش هنعرف ننزل رؤسهم تاني تاعها وبعدين انت طالعين بموضة قال الله وقال الرسول والدقني والسبحة والكلمتين النعمين وإحنا كلمتنا واحدة إحنا ما نفصلش فاهمني حتى لو بضعتنا أرخص من بضعتهم بعض الكلمتين الحلوين دولهم يمتم طيب قول وبعدين فين قلبك الحديد أنديل فين قلبك اللي كان بيسابق الشياطير انت ناسي لما كنا منجيب البضعة المتهربة من بورس عيد ونغرق بها السوق ونرعب الدنيا كلها رعب فين الكلام ده هنديل يا عمي ما تلمي لسانك بقى وتبرد عشان أعرف أرد عليك خلاص انهم سويت حتة اللي عندك في المخزن المضروبين اللي هيصلحوا امك الوات زيزو هم دول اللي مطمينينك وحطين فبطنك بطيقها صيفي انت هتعيرني ولا ياشر شابي ما احنا دفنينه السهوة لا يا أخوي هلت دفنه الوحد اهي تاهد والإنان اللي هي ايه بقى؟ احنا بقى نمضي مع بعض يمزل الوان زيزو وخلصوا كل الغسلات دي هننزلها بسعر في السوق مش ممكن حد ينفسه ما احنا مهما نزلنا في السعر برضو كاسبانين نحن أشار عبد العز كل بقول لك ايه بقى الوات اللي انت بتتكلم عليه ده انا مش لقيه عمل خمس حتة واختافة انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي بقى عليه الدول؟ ايه بعد هادوا من حضنهم؟ فين دين انت الصعبت ولا ايه؟ الحقيقة له ابنة يا بنتي اللي انا عارفه كويس انك طالبة متميزة هنا في طفعتك لكن بقى اللي لازم تعرفيه ان الكلية هنا لها سمعتها وقوانينها اللي بتحكمها ايه بس انا ما خلفتش ايه قانون ايه بس الحاجات اللي لوها في شنطتك ديت بالاسف قوانين الكلية بتعتبرها مخالفة كبيرة وبتعاقب عليها اشد العقاب خصوصا لو كانت مواد مخدرة او فيها مركبات بتساعد على تصنيع المواد المخدرة ديت وانا بأكد لحضرتك ان الحاجات اللي لوها في شنطتي دي مش بتاعتي ولا اشتريتها ولا حتى خد تعمل معنا عموما انا هتخذ معاك اجراء مبسط لتخفيف حدة الموقف وبالتالي امتصاص للغط اللي ممكن يوصار حواليك انا متسكرة يا دكتور بس اسمح لي انا مصممة يتعمل تحييق شامل ويتم استقواب كل الطالبة اللي كانوا موجودين في السكشن لحد ما الحياة تباني وانا يا بنتي بحترم ثقتك في برتك لشان كده احنا هنأجل التحييق قدام الشؤون القانونية لحد ما المواد ديتروح المعمل تتحلل ونتعرف عليها وتأكد يا لوبنا ان لو لكي حقها تغديب الكامل وان المتسبب في الجريمة ديت هيعاقب اشد العقاب انا متشكرة يا دكتور ربنا خلقني اسعدك طيب يا جماعة تقدر وتتفضل طب انا مغز عني ساتك ممكن نرجع تحضر محاضراتي عادي في كلية اه طبعا اوي اوي لوبنا طالبة ممتازة واحنا هنا في الكلية بنعتز باللي زيها ايوة مروان من اجل التحييق بغاية ما يوصل تقرير المعمل بالصوت وزي ما احنا بنعتز بيك يا لوبنا بنتي احنا برضو حريصين كل الحرص ان احنا نوصل للحقيقة الكاملة سواء بقى كانت في صلحك او كانت للأسف ضدك انا متشكرة قوي دكتور العفوة شكين يا دكتور شكين ساد سيبوني برضو ليه انا اي سيبوني برضو ليه ليه انا اسف جدا لا علمك يا محترم انا لانا اتحمل اي عقدة عقوب الدرجات المختفة الهداري بتاعتي انا اعتمد ترسينا يا سيس فاوزي صلى على النابي يا عبد العزيز دي مذهلة يا سيدي ده انت دمائك متكلف انت صار ومعه انا اعجبلك حقك لوبنا ماذا اسميته عني منك انا كنت عندي باباك من شوية باباك اسم الدكتورة مباري هو وعدني انه هو يزل الحقيقة والحقيقة بقى اللي ايه ان انا بريئة طيب يا لوبنا عموما احتاج تي حاجة تعالي ما تكسفيش ماشي اشتكشم بتاع حضرتك كله هيتسقل وطبعا انت لو سألك هتقول ان انا يعني لا يمكن اعمل حاجة زي كده صح ولا لا معنى اذنك مين ده مين ده لا موايد هنا صاقت يعني بقولك موايد بيدرس هنا موايد على نفسه انا مالك فيه ايه انا من الظهرين برده وطلطعينك كده فضالي بابا ما تيجو نشرب حاجة في الكفتر لا لا خليك انتي لم حضرتك انا حمش نوع عبا عزيز شكرا او عبا عزيز يلا استفاوزي ايه 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 اعم لطفي فخري فخري انا فاكر فاكر تعال يا استاذ فضل فضل وحلايف وشعلاتين كمان ايه 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 اقوم لي اقوم لي ما شفتش الوادي زكارة باية جعورة انا اسمه جعور مش جعورة صدق بالله انا كل ده فاكرا جعورة عباس مش لاني هيسو ايه ايه انا ممكن اخذ بحضرتك فيه انت كهربائي لا انا مش كهربائي بس اتعلام عشان خاطر حضرتك يا ست العرائز اعلم ما تتعلامها بقى كنا انا رحت شوفت فين زيز طب ريح افن ست سانا يا معلم شرشادين يا محمد ستاري يا محمد يا هاوة يا هاوة يا هاوة يا هاوة يا هاوة ايه يا صالح؟ ايه يا عمل؟ ستة كلب نفسها ازاك يا صالح نحدش بيشوفك يعني موجود يا ستة كلب بقوللك ايه؟ انا شفتش زيزو الكهربائي؟ زيزو؟ شفت؟ ايه يا اخو احنا هنشتغل بعض ع الصبح؟ عارف ولا هتفرهدنه؟ بس تهدي عليك شوية ايه نعرف كل حاجة تستقليكم اقوللك ايه؟ فهمنام بيودي علي خيرا اممم! من إحسان لهالة يا عال كراكون يا عالم أزون أنت وبختك بقى تعرفت منين انشاء الله؟ العسفورة قالتك العسفورة منها للات استغلو يا دوت جنهة ايه؟ ايه يا اخر الصبي عايف مني ايه؟ المعلم اشفشابي متنفرس كده على اخر وان خايف لحسن يجرانوا حاجة تلعاك انت اني رفزتنه؟ قولي يومات قلوه ايه ايه قلوه ايه ايه قلوه ايه ايه ما نتلوه شو ما عايزك ايه طب يحلي والله ايه تابت ايه اللي منزلك بمنزرك ده من فوق هو انت على طول منزري ده مش عاجبك الحق علي ايه يعني انا بشوف طلبات البيت بدا المنزل زن عليك زن؟ وفي زن انيال من كده في ايه عايزة ايه مش عايزة حاجة النهاردة الصبح الكهربت وكتا حموت وتخلص مني عايزة زيزو الكهربائي يا رب انت ومك بحق جه النابي في ساعة واحدة عايزة ايه يا اختي عايزة المعافن الكهربائي زيزو زيزو طب طلعي انا هندهول طب اهو اهو يا بيت خلاص اطلعي فهو يا بيت وابعتهولكو طب والنبي ابقى بسرعة ما اتأخرهوش يا زيزو قولي اصلا كتير كده عملا ولا كتير ولا حان اصلا يا ريس جاي طحان حاضر يا ريس انا جاي اعلى كل معي لقمة ما ديك شايف بقى يا عم رخفة يا عم اسمك ممو تعالى كل معي لقمة مره تاني يا بام بالله يا عم يا عم حاسب يا عم يا عم حاسب يا عم يا عم ما دفتة يا عم اصلا يا عم يا اسمك ولنطلع عليك على ام كش بالطلع يأكد انت بم تأكيد يا عبد للقالب عليك تهيئة إذا وعدت وقنت به أنا ومعزا عنه أنا مينة لأوعد ورقل لدينا جلبان جلبان قوي وربنا لو أعد تكلمك 3 ساعات ما أطلع منك بجملة بدل بقى ما أطلع منك بجملة اطلع صلح السخان اللي انت بموز قبل نصحا بس معلم من الجد اي بنت كهربك تترور فيها النهاردة أعملها 2 لنية وخير بقى حطولهم فيه شديد. ومورني يا رايس. يلا يا إخوة بسرعة. بسرعة. آه يا زمن. هذا جعور. لا يا معلم. انت تخرصي ليه؟ أغيرك واجبو حد بدلك المادية أو ليه؟ ليه أنا صوت ما يعنيش خالص يا معلم. عندنا غسالة عادية. عندنا غسالة موتوماتيك. موتوماتيك؟ تعال يا حج. أخدي لك هدية. وجرب يا ابني. لا 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 لا. اذهب الناس من المحل يخرب بيتك. لا لا. مش عايب النعلم يسيب المعلم. ليس لما ديك يا سنة. بتاع عندي بحاج مخالص. وخل الأمي فيك تستلم بنافسها الفيشة. مش كل شوية تحريكيني مع الراجل. ما الفيشة هي اللي كل شوية بتسخن. ما انت لو سنة يعيشها أقولك. مش هتخليها تسخن. فيشة سفلة. مده أمك؟ أمي نايمة فقدتها. طب بقولك يا زيزو. لا يا زيزو. ما تعرفش محامي. من غير لمسة بقى الله. خلاص يا أخي من غير لمسة. ليس من بقى أشعر. خلاص؟ خلاص. ما تعرفش محامي كويس. أعرف بس عزالين. أصلا عايزة تطلق. تطلقي؟ يا راني الليسة مرمي في الحبشة تروح تطلقي. بقولك يا ما تستهدرش علي. أنا عايزة تطلق على شافك. محامي. لين يا أختي؟ عشي لنك. محامي. محامي. عشبك. اشتركوا في القناة 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 كده بحسادنا ثلاثمائة وخمسين جين يا بركة. ماذا يا معلم? روح بقى وطالة لما الحج يجي ان شاء الله. بس ده مش نظام مع الحج. ما فيه الحج. ما عرفش يا الله فين حج. كما تشوف قلنا فين عشان نشوف بقى تلعيشنا. يا عم لا اعرف فين كنت ندعت. عايز تتحكتك اهل النسالة. عايز تاخدها وتيجي بعدين اهل النسالة. لا 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 انت بان عليك ملاكش في الشغل ولا ايه? يا عم انت مالك لافس وقانا اللي بانيش انت كمان. الله 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 دوا يا عم صالح خير يا بركة. ما ايه فين الحج لوطه فين يا عم علي. موجود يا عم اهدى بس كده وصلي على النبي فيه عم صالح مدلت لها تشوف الحاج. انا بس يشوف وطالع فوق من شوية. يا خلط اللي عندها وبدأ مشوفتم. يا سبحان الله في ايه يا عم انت عندك ظروف ولا ايه? يا عم مش طاعة سخيف الدم والنبي علي. يا عم اهدى طب انا هطلع انا شوف وفك بس الكربطة شوية كده واهدى خير يا بركة اقعد وان اعجب لك عصير. خلي بالك بالمحل بقى يا هاك. ده بطيرا انا بعم علي. ايه يا عم صالح. كيف حتسافر كده يا عم وطبنا عشنا يا عم ليه? ايه يا عم دي. عم ليه? عم ليه? عمليين ايه? قلو فقول الحمد الله انت يا عم لي تريقك اخضر بفتحك معي. النق بعم من اولها. تشابه ايه الاول بصوة. يا عم هاد اي حاجة. شتشوف شوف الراجل يا عمّة وتمشي يا عمّة مش عايز يسمع الكلام المهمة نصفين النهاردة بعدين نعمل حاجة حلوة كده بالله أولا يا حموت يا بني أنت ماشي عموما يا حج أنا عملت بأصل بيت أتكلم معاك قاملي بروح للمستشفى ما اسمعها للحبي ما تكتكلمي يا بيت ما دي مهم موتك يا سيد تهدي اهدي هلم الزيارة يا بنت يحكيني حصل إيه بالزبط أعيز بيقولك إيه بس يا عمّة م 어때وني إيه العلاقة اللي بينكم بنصالح بالزبط من غير أي كثوف عشان povo أتكلم Regional اعرف أقول له إيه يا علم得 أواف عندك تعمل إيه قبط على حاج القطفي ما حادش político ماشي ما تتفدت لأ شكرا سامو علي تتكلمي حرام عديني، قل كل حاجة أتام أمو، تعبتيني صالح كان سالك سالك، عالي، عالي مش في المصائب اللي عملان أخوك، شوفي قال لي يا دكتورة، لو كل ده كان حصل لك، تقول لي يا بوكت كان هيعمل إيه؟ ما تتكلمي يا هالي صالح جاء بيت قبل كده، ودخل قطي وحسن نايمة بس اخو الله كمان أنا نايمة يا سفلة يا لفت الأدب هو كان وحدني بالجواز، وفجأة قال لي أنه مسافر بره بس أنا مش متأكدة اللي هيوفي بوعده أنا حاسة اللي هيخلح ويسهب لي جرعينا اللي انت بتوليدة، مستحيل أصلاً طبعاً دلوقتي مستحيل، ما اللي ترمي نفسها في النار يستهل كل اللي يبرانها إهله بس أنا حجيب صالح وفن منه، إيه الحكاية الحكاية بانتها يا حاجة اللي رايحه جاية عالجامعة ابنك ضيع مستقبل البيت وخلي بيها وهرب ويقول ما شفتش، ما عرفش لكن يا مين بالله، لو تخلى عن أختي، لكون فتحة في شارع عبدالعزيز كله لا وإيه كمان، هعمله مدلس رجالك وكل شارع شوية ولو كان عارض الناس عندك عادي، لكن في رب وحسب يا الله ونعمل وكيل فيكم يالله يا ساتري، يالله يا أختي يا ساتري يا رب، متخضحنا بالشارع كله يا ساتري يا رب إيه ده بس يا بابا إيه ده، أنا بس خرب بيتك يا صالح سيبنا يا ابن لإيه على عيه؟ الوقت دهت والعمر مبارك، ملاحظ أعمل هنا يا ابن، أقف المخروبة دي يعني صباح وفل يا صالح باشا، العسير السائع كده اثنين عسير مانجو وأنت مليهندي كده الحساب سبعة جنيه ونصة باشا، عند ابو يا معل انت بوك يا صالح، ما تشبطيش مع الحاج يا عمي يا عم وراجل ما بتأخرش عليك، فط نفسك بقى أبقى هفول يا رجالة، شكرا، متسمع عليك قد شب حاج حبيب، قولي بقى يا عمي، حاجاز تقول لسه والله ابو كي مهيلة، إن شاء الله الجواز هيجي على التأشيرات، وطعنا بقى من قلات دي واخص دي الشاشة بابا بقى، فتوسيني برضا الحمدي، عب عليك يا جدعة بنت أخواتي اتقعد هنا ولا على بالك ايه مالك، مدحواتي انا عايزة أفهم إيه اللي بينك وبين البت هالة دي انت يا بنتي هتصدقك أنا البت المجنونة دي وقدم أخوكي برضو يا أخي دي نوية تفضحك في الشارع كله، هتجيب رجالة تشاهدهم عليك يا موم، لو مش خايف على نفسك، خاف على ابوك، خاف علي يا حبيبتي هي مش هتقدر تتكلم، يا أنا اطلح تبدح نفسها، مالكيش دعوة انت ينوضادة وطلع مننا ايه البرود اللي انت في ده؟ اطلع اتكلم مع ابوك اللي حيطاق فوق، اطلع قوله ما فيش حاجة بينك وبين البت اللي اسمها هالة دي اختي والنبي خليك انت في مسبتك وحلة عني بقى وإذا كان على ابوكي أنا عارف ان البت هالة ويخطاها فوق دلوقتي أنا رسيها الحور كله بالليل، مالكيش دعوة انت خلي باليك من المتبة وحاسبي الوضع علي باي بوقت يا رب خده، يا رب خده وريحنا منه بقى لا، أصحاب العقول فراحة بقى يا خلس انت بس بتتحكي على ايه؟ يا بنت والله يبقى لي مدة ما تحكتش لا، ده انت يقولها الخالص يا مارين طب بس قولي لي، اكلم واقول له ايه؟ عادي، بتحصل، قولي له مارين وجدت خطبك مني لا يا زجان كده بقى يبقى عندك حق وعلى كده بقى حاج بله شبكة بكام والمؤقر قدية عشان ابقى عارفة يعني يا خلس انت بتحذري؟ طب والله انا سايبك ورا حتكلم معي يا بيتة عوضي هنا الله يقطعك ويقطع جنانك لو اكتب اللي احنا ما كناش بنات يا خلس انت محسساني كده انت جاي من اعمل فراعنة لين من لسانك يا مارين؟ لحسان اطلع علمك الكلام انت بتقول ايه ده؟ طب خلاص خلاص انا بس يا خلس انت خايفة على زيزو هو مش هلاقي عروض حسن مني ابدا وبعدين انا مجهزة نفسي ومش هتلو منه اي حاجة وباشتغد اللواتي عنده دكتور كبير اوي في مستشفى وبقى مضمونا التم حلو اوي 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 طب اهدي بس يا مارين وفاهمين زيزو عارف موافق انك تتجوزوا ولا علامكم جدع من دول ملوش رأي وانسكت يبقى السكوت علامة الردة يا خلس انتي بتخزدري انا باتكلم بجدع انا عفاهمك زيزو خايف يدخو الدنيا لكن انا بقى الشاي ودي اتأخر طبعا عشان تاخدوا رحتكم في الكلام يالله يالله عمار بخشوفي كان وراك ايه لا هو ايه دالله انا بتكلم مع خلتي في كلام سر هو اللي اتكلم كلام سر يا مفضوح انتي يتكلم بصوت الجرس دي وانتي ايش تكون انت عشا خطت اسمعي كلامنا يالله هوينه هوينه على بلدك وعلى فكرة يا بختي منزل وخافي في حاجة عيب يا مارين حاجة عليا حاجة عليا كنت هاجولك وصفة لعبدالعزيز تخليه يدوف فيكي ويموت عليكي كمان جد يا اشجان طب استني استني خدي اخدي شنك بايد شاي وروائد عمك او الهام اشجان البيت مش ناصة مراجيح دي ركبة الهوى خلقه لا لا والله هتكلم جان تما تقولي بقى وخلصينا الشاب في سنة عبدالعزيز بيخاف من الارتباط عشان المسئولية والخلفة كمان بيخاف يخسر حريته مرته هتقول له كنت فين اخرت ليه عايزة البس عايزة اكل تما زا كان على كده انا مش هسأله على اي حاجة خالص اقولك على حاجة تجمت قلبه وتشجعه عالجواز اي اشجان قولي الحب الحب تم انا بحبه والله العظيم بحبه انا يعني باتقل بقى الحركات دي ايه نيلك بيت ده الدنيا كلها عارف انك بتحبينك اش باتكلم عنك انا بتكلم عنه هو ولا انا زا كان علي اعرف اوله العظيم ومتاكد ان هو بيحبني بس هو متردد لكن انا بقى نفسه كده يقول بقى قدام كل الدنيا بحبك يا مريم لا لازم تتفعيلي عاد عشان اقولك ده أدفع لك إيه؟ إيبا زي ما خلتي قالت أنت بتشتخليني بقى جرب يا أبو البنات وخج هذه البنات تعال يا أبو العيال وأنا اشتغلك شيال عندنا التلاجات والتلفزونات خش يا هانم خش يا بيه خف فيدك مع الزباين شايع تايد الحبايبنا ها شرشابي مبسوط ومردي ولا لسه زعلان من صاحبك إيلا مبسوط لأنا متكايف أوح لما تجد الأعادة دولكم منهم بس أنت بقى وليني بالقضاء على طول على شام شاف الرجل عابل إزاي في المحال طيب ما بقولك إيه ما أنت لازم تفاهمني أنت أنا و تبيع بكام عشان ما نكسرش بعضينا شف التكلفة هذه بقى كام وزود بالجليل وما تعالي شوية عشان نقرب ونعلمه صحابه ونقرب منهم ليه ما تسيبهم يا ولع وبعدين انت عارب اللي ينفق في الشرشابي يولع فيه والي هو أنقضف في البرو دي مياي، لكن أعليلها يبدأوا المعلوم طب ليه إيلت الادب دي نحناrandين مبسوطين وهو أبقى بيع أبقى ديك أمروح محلّك أمروح محلّك أمروح محلّك أمروح محلّك أمروح محلّك يا باي ما كوننا أعزيل حلوين وبنزح أقول لك عايز الفلوس أعمل زيزو أزيك يا مال أعمل إيه؟ إيه مالك قادل وحدة أجرالي حد بدايك أولا في حاجة العيل ما ننفذوهاش لا بصراعة ربنا فيه فكرة كده طقت في نفوخي قلت يا جاولة ورزع الله أه أعمل قلت بدايك لها لا أصدق لك أولا أصدق بس صلينا أقل كان على ساتة أغسل أهلا أحنا سنفعل شيء اسمها عرض مخصوص إزاي؟ أهي عرض مخصوص؟ قل لي إزاي أه؟ إزاي؟ إزاي؟ النهاردة أنت عندك الغسالة دي من بيع بسعر يقل من السوق والجميع يعلم ذلك أهم أن أستفيد بفرق السعر ده يعني مثلا العيل تشبر السعر الغسالة وينزل بيه حتة حتة ويدي له حتة غسلة تانية من نوع تانية أو تلاجة أو تلفزيون فوقيها بحاس يبقى إجمال التخفيض واحد انت تهتل مني لها معالي مترسلني التلفون لما لا لا معاك 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 والله ورحمة أبو يا حيكسبك هيعديك أنا معاك أنا معاك يعني مثلاً انت الغسلة بتاعتك دي ممكن تبقى فوقيها مكوة بخار مروحة شفاط ويبقى إجمال الخصم كله على بعضه عشرة في المية بحاس الغسلة تاخد معاها حتة تانية ويبقى فرح جنب طهور ألقى هذا حلو أبوها لأول مرة نشوف فرح جنب طهور طب لو الزبون بقى عدت مشترواته ألف جنيه نعمل إيه نعمل إيه قولي نعمل إيه انت قولي نعمل إيه نعمل إيه نتديله خصم 25 في المية على بعضه بقى كله يبقى على بعضه حلو حلو قوي إيه رأيك حلو 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 ايه يا حبيبي إيه تلميز الدماغ دي ربنا بريد لا 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 أنت قولي اتجري بنتاجة لا 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 الدماغ دي ايه الدماغ دي لازم تتباس حبيبي يا معلم إيه اللي ف دماغك دي يا عم الحمدالله على السلام دي كبيرة قوي يا عم والله يا بالله والله كبيرة أقر لا 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 يا عمي ايه انا رتاح ايه؟ ده انت حاجة جميلة جمال يا راجل انا ما شوفتش كده لا خمرتها في مخي النهاردة بجدة لا لا انت عارف بقى طبعا انا ما بدفعش عربور ولا بدفع مقدم لحد دول عشانك انت عشان جمالك اللي قلت له كله انا قلت يعني هتدينا حاجة مكافئة انتاجك لا ده في الاخر بقى بعد ما نخلص بلنا كله عناية ليك ماشي بس خلي بنات من حاجة اه؟ لا تكتبش على الفاترينة ولا اي حاجة حكاية العرض لعشان ما نتشمش اه؟ ده حاجة بين البيع والزبون اه؟ وتدي العال مكافئة اوفر تايم اه؟ بحاس الواد من دول يهجم على الزبون يركب على ودنه وهتك يا زن بقه ما يتقفلش اه؟ وكل لما يتكلم في حاجة اه؟ يقول له سعر الغسالة كذا بحاس يدينه بيها مثال اه؟ تمام؟ تمام يا رايس تمام اه؟ الله بارك لك الله اسلام حالك الله اسلام حالك الله اسلام يا عبكاري على شفحي امرنا معدل تعالى او بص بقى انتها دم واحدة عندنا في البيعين اعيز افهمك على موضوع جديد ها؟ موضوع مهم جدا 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 اسمه العرض المخصوص ها؟ اه اه مدام عملت كده يبقى بالراحة بقى وتقطق ودنك عشان افهمك ماشي؟ اسمع يا سيدي بيانها 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 ادلان بوكاري اه انتن المشاهد ل serie لهم ايه ايه اه ابب astrologه ازدم عجبك وقف في الحال ده انديل انت وصاحبك لو يرديك كده يبقى ماشي انا قلتلك اعمل حاج مئة مرة انا ماليش صاحب في الشغل انا عارف انت عاوز تتكلم عليها عالغسالة الجديدة اللي نزلتها في السوق بالسعر الجديد انا قللك حكايتها واحد بيصفي مخازنه والتجارة شطارة اشتريها ولا لا اه ولا اشتغل في الفسيخ والرنجة بعدين بقى النوع اللي من الشغل ده احنا بنسيبه للصوبيان الغلابة بقى انت حمدوا ربنا بعملوكو رجلي في شارع عبدالعزيز مش احسن مبتوع الموسكو اللي عطى بيجي وقفولكو بعدين لازم نبيع بالرخيص هنوعد نبيع بالغالي الغالي ميرضيش ربنا حرام لا ازاي لكن مش حرام عليك يا اخي توقف حيالي وحالي الشغيل اللي معي علشان خاطر حضرتك تاكل وتبيع وتنبسط المهم ان انت ما تنشفش دماغك وتسمعني اه كنت عايز اقولك على حاجة الاول حاجة افتكرتوها يعني قديمة اقول يا ابن البرودي ابويه ابويه الله يرحمه اقول الله يرحمه يا عم الله يرحمه ابويه كان حكيم اهو الله كان حكيم مش حكيم عيون يعني او حكيم بيده حوان لا حكيم عنده حكمة عنده حكمة يعني مره قال لي حكمة قال لي بص يا انديل اللي يا كل واحده يزور لا استنى استنى في واحدة تانية جاية قال لي حكمة تانية قال لي قال لي اللقمة بتنادي اكلها اقول الله بقولك يا انديل هاتمي الاخر انا خلاص فضبية منكم من اوضاعكم ماشي حديك بضعه من الجديد عشرين حتة قطاعي قلت ايه قلت لا اله الا الله ولما تديها لي بسعر القطاعي بتاعك ده انديل هاكل فيها عيش ازاينا وانتم مؤلعين في السوق برا انت وصاحبك غسلتي ارخص من اللي عندك واللي رأى ده في السوق كله اقولك حاجة عاوز تكسب هاك عربية حط فيها البضاع واخر برا شارع ابن العزيز برا القيارة كلها انزل على طانطة وبانها وكفر الشيخ ولما ترزق ادعيلي وكمان عايزنا اشتغلك موازع عنديه على اخر الزمن اه يا زمن بقولك ايه انا مش اخرص معاك هتجيبي لعشرين حتة دول امتى عنديه كمان ثلاث ساعات يكونوا عندك ودي الفلوس كاش على المعرض عندي واللي عاوز انا جاهز واحد بس مايعرفش حاجة عن الموضوع ده اسمه الشرشابي طيب تقولي يا هار والله زي ما اقولك كده يا معلم الود تابع اخبار لسه جايين لي انه كان عنده ولسه طالق وكان مزكتت كده وفرحان على الاخر بعدها لك راس الحي لا فينا كمان ان ضربوا فقطها اقولي نعم يا معلم هذا ما طرع من عنده علام لاعرفين بالظلط راح على المخزن بتقوي يا معلم افتح يا سناء يا بيتسي هتبضل يقفل على نفسك كده طول النهار افتح يا سناء هقول لي ابوك يجي يكسر الباب وكسر دماغك معاه طب طب افتحي يا دنايا انا امك حبيبتك هايز اقول لي الكلمتين افتح يا بنتة اللي يخليكي افتح يا سناء اطفق تعالى اطربين يا سناء يا بنتي انتش عارفة قد ايه انا بحبك انا امك ماليش في الدنيا دي كلها غيرك ملاش يا بنت تنفذ اللي في دماغك ده ابوس ايدك انتش عارفة ابوك يقرش ملحتنا منه لنفسه كده ايش حال بقى لما يعرف حكاية الكهربائي حيعمل فينا ايه يا سناء انا اللي عارفةك ويسقوي ان هو مش حطت على حجره غريبنه الظابط وانا لو كنت طلعت وادكن زبانه حطني فوق راسه وادكي ما طلعتش واد طلعت بنت والبت لازم تمشي طوح ابوها وابوها يبقى مين عمر الشرشابي مش هيسيبك يا سناء مش هيسيبك تعملي اللي في دماغك انت يظهر ما تعرفيش ابوك يبقى مين في الشارع عبدالعزيز اتكلام ده على الشارع عبدالعزيز مش على بنته لازم يعرف ان في واحدة لحم ودم متحنطة جنبك في البيت تقبتي ياما عدت وبعدين مش عارفة راسي من رجلي وهي حبستك في القوضة طول النهار هي اللي هتعرفك راسك من رجلكي يا ست يا دوني بقى فكر هعمل ايه طيب وبعدين انا عايز افهم بزمتك وديمك هو انت والراجل جوزك ده نويين على ايه انت عايزين تحنطوني لغاية لما الراجل له بالده يطلع مسد هكون على الناس هكون مفيش وبعدين لو لحكتان يجيب لي عيل هردعو شهرين ويلا حسن الختام طب نسيبنا بقى من الزفت اللي في السجن وخلينا في الزفت الكهربائي دلغاية دلوقتي انت مش مال يا ايدك من قلتها له يا بنت بصريح العبارة كده انا حتطلق يا زيزو حتطلق علشانك يا زيزو رد عليك يقالك ايه ما تيجي نقضيها كده صحبية فهميني بقى يعني ايه صحبية بنست في ظروفك وشاب عازم فهمي قالي يا ولية ومين قالك ان انا كنت حمشيها صحبية احرق قلبي عليها قبل ما تفضحني يا رب امشو طلع بردي علي براحك امشو طلع امشو عايز اسمع دعاية انت يا بات مش انت قيلة انه هو حطت عينه من لبنة بنت لطفي يا بنت ده انت اللي قيل قالي حتى لو اهو اخي عاصم رايح يخطبها وحتغر من وشه وانت بدل ما تقعدي تطلعي تدعيلي علي ادعيلي يما بالسعادة نفسي في الود يما طب افردي بقى ان المخفى اللي في السجن قبل يطلعك وان الاستاذ الكحربائي وافق يتجوزك وجه لغاية هنا عشان يطلب ايدك تفتكر يا بوكي بجلالة قدره حيمدي ايده في ايد الود اللي جاي بيته يصلح له السخان ما تخافيش على دي وقاتيها واحدة واحدة علي مش كله فوق بعضه كده وبعدين انا حقنا يا زيزو ان الشرشابي حيروح للحد عنده ويقولي بقولك يا زيزو خد البت دي انا مش عايزها ايه رأيك؟ طب ما تتصرفيش في اي حاجة لما تقوليلي الاول اه لازم تاخدي مشورتي احسن انا وانت نلاقي نفسينا مربيين في الشارع واخدبالك حنترمي في الشارع خليكي فاكراها دي حاضر ياما ما يمكن البيت دي مش مظبوطة اساسا انه جاي ترمي بلاها على صالح بتقولي ايه؟ ما انت بتقولي ايه؟ احنا هنتحك على بعض لو بشفتيش اول ما احسان طلعت المحفظة ووقف اخوكي يهرتل بالكلام ويدافع عن نفسه عام زي مكون حرام ومسكو ايه ماشي بس يعني لو طلع الكلام البيت دي صحيحنا هنتصرف ازاي بقى ولا هنعمل ايه؟ والله بقى مضطر بعدما تعد السوق سمعتنا في شارع عبدالعزيز كله وسمعتك انت بالذات مضطر الجوازها له تبدولي هالة دي تبقى مرات اخوي انا؟ عنديك حل تاني قولي اقولي لا حسنا لا خلاص عقلي قرب يشكت مني سبب خير قول صباح الخير اه هنبتدي بقى شوف يا ابنت الناس والله انا جاي مضرق بماغية لزيزة كده وراي ومش عايز بقى داغي كتير والكلام بتاعكو ده انت صنف جلسي من ليتك ايه عايز افر فاهمني ده ان امو ارتكف جريمة اللي لا دي جريمة وعلي حاج روى انت بس ويا سيدي عشان ما تقولش ان انا بقى برد عليك والسانة طويل وبرغي كتير انا هسكت خالص الله يخرب بيت شياطينك الله يخرب بيت شياطينك يا ابني فاهمني اعمل ايه في المصيبة اللي انت جبت هنة دي برضو طب اقولك على حاجة حلوة انا اخش قدت كده ديئة واجيلك على طول سلام عليكم عم الحاجة تسمع كلام اللي انت بيكلم كده ليه ايه يا عم ايه يا عم الحلاوة اللي انت فيها دي انا قلتها كلمة وعمر نظريتي فيك ما هتخيب انت عارف وقفتك معا دي عمري ما هنسالك وحردها لك وحتقول عنديل البرودي قالي يا لعبة الايام وانا ورحمة ابوها يا معلم وعمري ما حسيبك الا لو انت قلتها مش عايزة جياط غور من وشي مقهور من وشي ده انا اتخيرس قبل ما اقولها لك بس بقولك ايه ولاش حكاة رحمة ابودي بقلق منها اقول ربنا ما يجيب قلق لما زيزو يحلب بالغالي يبقى لازم تصدق اه اخبار العرض المخصوص ايه هيقول مخصوص هيقول ده بقول اولان انا سايب المعرض بره مغلعة طلبين عشرين حتة غير من السوق لسه عايز كمان وكمان وكمان وانا ايه بقى متكل عليك يا حلو يا اسمر سبتي ولا تخشي ولا مش عارف ايه انا جتلكم في ايه ايه ده ايه ده انت اللي في ايه الشنطة دي هقولك بس خليها اول في موضوع البيت اللي اسميها هيلة دي يبقى البيت دي اصلا مش مظبوطة وانا واخده زي ما هي كده ومعديش سادية صلح غلطت حد غيره ما تروحش بقى هاتبلي نفسها فين ولا مع مين وديجي تلبساني الله يخرب بيت شياطينة فهمني انت ايه علاقتك بالبيت دي وانا انا بحكي فيه يا عم الحج من الصبح بس انا واخده زي ما هي كده مبلية يعني متحترم نفسك كده وتتكلم كويس بس سابت انت مبلية او مش مبلية انت مالك ومالها يا ابني يا حبيبي لا ابوك بتاع الكلام ده ولا حد من اقتك لو في الكلام ده خالص ليه عاس سوا سمعتنا يا عم قديني سيبلك بتك النديف دوعة عشان تسترح من وساختي وما تشوفش وش تاني سلامه عليكم استنى يا بلية يا مصيبة انت فهمني يا عم ليه مع السنت دي ولا اي حاجة خالص يا ابوه سيبهم اغباط رأسهم في الحيط بابا انا عارف ان انت ماشي في الكلام ده بس تسمع مني مش هيتولو حاجة ويا عم عشان تسترح خالص انا كده كده ماشي سيبها لك مخدرة مسافر ومش راجع تاني انا خدت الباسفور والتسكرة شوفوا الشوكو بخير سؤولي بلوبنا الحين بده وصوك نحاس خلاص هي اغم علي بقى توقل على الله يا مولانا كده بالصالع النبي عندك تسحة تجهزين ده غير اللي ودهم لك شعفي على المعرة ولو اعيز يا رجالة تنقل دول دلوقتي يماش ده ما تحملش حاجة خالص العشين اللي انا قلت لك عليهم ما ام عندك قلت لك ايه انا عمل لك حتة عشوة النبي ايه حترم عظمك تمام التمام اصلاح النبي افتح يا عالدين افتح يا عالدين انا عارف ان البو ايه ده صوت شد شابي هل ام النور ونعمل ميتين ولا ايه ميتين يا اما هنعدين في البستين افتح يا عالدين ايه اصلاح يا عالدين خلاص ايه الدوش اللي تعملها دي فاض كنت عند علام بتعمل ايه يا راس الحقيقى انت ايه اللي جبك هنا انت عد تعسعس علينا ولا ايه في ايه بالزبط يعني اقولك ايه رد الكلام بالزبط وما ندوشش وتلف فخور كنت عند علام بتعمل ايه قسما بالله لو ما نطلع سألنا بس انا طلع برا نتكلم في ايه حتة يلا انا طلع برا نتكلم وليه ما نطلع ولا ولا زيزو لما عددك وتكرر الله عزين نتكلم مع بعض لا ايه بتقول ايه بقول لا يا معلق يعني خدوا انت بعضوك وروحوا اي منطقة اتكلموا فيها عندي شغل لازم اقفله انتبتكلمنا انا انا بالطريقة دي لا انا اتقل لأ خلاص خلاص انا هقولك اللي فيها انا اديتوا عشرين غسالة اديتوا عشرين غسالة ايه وانا خرق السوق عليها تديه عشرين غسالة ايه انا هقولك وفهمك انا اديتوا بالقطاعي يا كلهم تعيشوا ويبيع برا برا الكاهرة كلها وبرا شارعة بالعزيز ونفضل بقى انا وانت في شارعة بالعزيز نثبت السعر ونخلص بالجسس اللي عندنا ونفضل اللي جاي بقى ما تفهم ولا اقول كمان الله يصلح حالك اين العقل يا معلم والله انا ما قلتش ليه كده من اوه ايه عاسب انت المعلم وتمشيني وراك انا عاش اللي ماشيك وراه يا معلم بقولك ايه ما تروحش العلم تتمنظر عليه وتكسر عينه عشان خاطريني تعالى بقى عشان روحنا بص ع السوبيان اللي لا دي الشوارع كلها بص علينا يلا يا حبيبي يلا يا شيرشابي خلصني بقى ازبقنا انت يا يلا يا حبيبي يلا ازبقش انا موسيقى 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 هانت هانت يا معلمين لا انا كده حظ يوحش معاك ايه وده اللي مخليك مش مقتنع بكلام انا مش ادرا فهمك يا مارو مهوا عشان الموضوع بتعلبنا حصل وانو هي مخاصنين وده اللي مخليك بتشوك فيه وهو ده برضو اللي مزعل مني يعني يا ماروو انت عايزة تفاهميني ان هما لو طلبوا شهدتك معلوبنا هتشهدي طبعا هقولوا اللي عرفه هقولوا انها شرحت لنا معدد تحول المورفين لهيروي لا ده انت بجد مستفزة طب ودي فيها ايه ماهم لو سألت ضفع كلها هتقول كده برضا مروى انا الاخر مرة حسألك السؤال ده انت دي كياد في الموضوع اللي حصل للجنة ده لا انا كده هزع الملينك قوي انت عارفاً ان الموضوع ده جريمة كبيرة جدا وانا عمري مفكر بالشكل ده اللي اذا بقى كنت فكراني مجرام ايه ده احمد هو احمد يا احمد هيا يا احمد ايه اللي اخبار مالسه جاي من قطر التحدي الوقاتي حالي وبلغتهم بقضية لبنى لقيتهم عارفين كل حاجة وبلغوا العميد ووكيلو كلها لشنه الطلب وبعدين يعني ايه اللي عيحسن تقرير المواد والتحليل اللي اقواه في شنطة لبنى حيطلع النهاردة بجداً اللي انا على لبنى امه ربنا يسطر انا بقى عكسوكم خالص ومتأكد ان الحكاية دي هتطلع متلفاء وان شاء الله برايت هتزرر رأيه منطبع شاي على التقرير assisting عبدالعزيز realise منه؟ عبدالعزيز موجود ولا معاكيánd şeyi ختمه ولا يريدوا من الها حول بابك يا وعليناس شاي عليきます شاياه لا تقرير ميترجم عبدالعزيز طب ما تستهلمي لحد مايين اتفضل يا أستاذ متشكرين يا ميدان بس حدي يمديري بالاستلام مديرك فين ان شاء الله هي ندك ما انت تعرف تكتبه هو السلام عليكم اش باين علي علام ولا ايه سلام مين يبعت الاسجان تدي فاطل انوك عرفت تجواب ده فيه الخير يا رب ايه يا بنت يجب انت تعايت لها بنت الناس هو الغاب بين العلوان ايه 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 اتفكرتك عندي لكلام هاتي 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 قواب شوفي ايه تكون اغر المحروك اتي قسمة الجواز ابدا عزيز اينيلك اوه دلم خليك تتعاياتي ده افتكرتك هتتيري من الفرح كيف يعني يا مرتخال هتشوفي شكل عبدالعزيز تلوق لما يشوف القسمة دي رب اموت يا رب يا رب أموت عشان الكل يرتاح مني بتحبيه يا أشجاني أحبه ليه بتقولي كده يا مرت غالي لا عيشت ولا كنت حتى جولها باني وبالنفسي عبت العزيز ده لازم نحب ست البنات ولا يا بيت بقى أنا أمورك دي محيراني واحدة غيري كتتقف بقيل وصوتها وتقول حق جوزي فين قطي فين دولاني ولا حتى تطلب شقة جديدة وعافش جديد كيف الحديد ده مرت خالي ده ليسا مش بصدق اللي أنا فيه دك فان أنا بشوف رايح جاي جدا معيني تصدقي بالله أنا كل ليلة بنا مخدة وأقول ورطي يا أشجان وربنا يسامح ورطي فيه يا أشجان دلوك لما يحب يتجاوز يبقى كيف الحال عاد يكتب وما يقولش إنه بتجاوز ولا يقول ويخسرها لا يقول الحق ورزق ورزقها على الله ونعمة بالله لكن زي ما البت تحب إنه هو يكون أول بختها هي كمان لازم تكون أول بخته لكن كبتي عليك يا عبد العزيز أول بخته أرمن يا ربي يا ربي يا ربي لو تكابي لله انتي بتحبيه أشجان وقلبك مكوي تحبه كمان بس محرموها على نفسك بنتي وخيف عليك إنه ضناك بس الحد إنت الحد إنت الزلمة ده بس يا ربي اشتركوا في القناة 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 عشان.. مش عارف عارف يا لوبنا نسعد بسرح معنا بس جده حس ان انا قناني طماع يعني.. انت تبقي في حتة تانية تفتح سيدلية وتبقي دكتورة كبيرة دكتورة دي شغلانة زي ما انت بتشتغل شغلانة كده بل هاش دعوا بينا وانت فاكرا الناس بتفكر زيك وانا مالي بالناس انا مستنيه كل وقت عمالي عدز بقدم احدش عارف بكرا اللي حيحصل باصدك تقول ان جايلك عريس عاصم مثلا بقولك انا كل ما تجيب سيرة عاصم ده بدي تعفت بقدم انت عاصم مين قالك الكلام ده يعني.. او يمكن رادي الملازق اللي شغته في الجامعة اه.. تبتغير بقى انا.. لا.. لا.. لا بتغير ما تشكوتي بقى بقى انت حشر نفسك فائلة ماله يعني لو ده الملازة ده موعد في الكلية وابو دكتور وعندهم صادلات كثيف وسط البلد ناس تيلة يعني كويس حكاية صادلات وسط البلد عريس محترم ما يهمنيش انت اللي تهمني بتخيريني بن ايه يا لبنة؟ بن عاصم ابن التاجر اللي عايزي تجاوزك وهيموت عليكي؟ هو للدكتور ابن الدكتور اللي المستابل قدامه طب جرابي كده تقولي لابوكي حطي مشاكلي كلها عالطربيزة قدامه عبد العزيز بغلبه وفقره وشياه والدبلوم اللي مكملوش تفتكري ممكن يقولي مهم انا اللقوه انا مش بخيارك انا بزوقك ما تفهم بقى مالكي يا لأ تمام 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 بعدين المبادئ جاتاديك ورا الشمس دي بلاش منها واضح انك مش فهم المقتدي انا وصلت القناة ان المبادئ هي اللي بتختار مكش احنا دي بمختارها يا عام بنا شفز لك بدا من مصحف عورة خاطر انا كل اللي عرفوا اني بقى لي عايشيني وما شفتاكش انا كل اللي مسئلك تقولي كلام مش فهمه يا عام كنت فضيافة الحكومة وخلاص عديها بقى كنت على المرشة يعني ماشي يا خبير متشكل يا زيزي يا عام انا متشكل انك سمعت كلامي وتخليت لحلال اكدامه ماشي يا عالا احيان احملنا وكمان اكل ربينا يخليك يا زيزي متعرف ان فيك حاجة كدة كل شوية تطول من جواك تكسح كل بشعة الدنيا يا سيدي يا سيدي على الكرام الجامد الكبير وانا انا بقى مليش حظ ليا ايات متهيقلك انا لو عندي نفس الموهبة بتاعتك دي كان زماني كتبت الشعر المحدش كتبه في الدنيا كل ماء الشعر والكلام التقيل ده تهماني النهاردة نقعد معلوبنا في التزم ولقيت البتاع اللي هي اللي انت بتقولها اللي هي بتطل دي من هو البشرية دي طلعت من عينيها هذا صعب اوهي حزن وعذاب يعني مهما وصف لك مش هتقدر والعامل يا صاحب عامل يا عما ايات وانت اللي بتسقلني دي انا جعلك عشان تحليني مشكلتي طب انت بتتصور مستقبلك معلوبنا ازاي يعني مش عارف انا حس ان المستقبلة معلوبنا يعني مش واضح اللي في حالة واحدة بس بيه هي الحظ يلعبع معي ونط الفوق وبتاح لم تنط الحد فيان بعيد بعيد ما بقاش ليه حدود ولا سقف احد دي يعني زي ما تقول كده مثلا يطلع لجناحين وطير بس يعني ساعة الواحد بقول لنفسه عادة الدينة دي بمناسبة ايه بس اخوت بالك في حكاية بتقول ان فيه واحد عمال جناحين من الشم بطر لفوق 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 لحد ما قرب من الشمس ده بالشم بوقع عليك دورها يا عم انت هتحبطني ليه بقولك مثلا مثلا يا عم في الحالة دي بقى اغطي على موضوع جهلي ده قدام تعليم لوبنا هتقدم بقلبي جامد بس الدنيا يعني هتلعب مع لعبة الحظ دي بمناسبة ايه سال فول يا سيد الشعيين للحباب كلهم بالجبعيد ابن حلالة يا شابرو لانا كنت انا هدوار عليك وانا جيت لك بنفسي هشاهد صاحبك عليك خير يا عم شابرو امسك حتة الحشيش دي متدفية عايزك تصحية من نوم هتنسيك ايام القرف اللي شفته في سويسرا مش برضو كنت بشرف ناكة بالسوس يا عم انت مش جبت المعلوم يا الله بقى نفوقه نسيبه راجل يرتاح قالوا نتكلم مع بعض في الورشة دا يا عمبينا إلا الورشة احدا جايلك في مصلحة اكبر بكتير اكتمياد احنا جايلك في مصلحة اكبر بكتير وستاذ السودة باع طالع ابن عدوب بي برا من نفسي اروح امك غزيب عليك يا صابرو ايه ده والقش والملح والصحبية اللي بيننا احنا كنا بنقول ايه كنت جايلك تكلمهم في الموضوع ما تقول يا عم انت هو فيه عايز اخش انام توصيلة مخدرات من اسكندريال هنا في السليم المعواج يعني جراش الجراش ونبركنج يا معلم ارشها سخن مولع نار يا نهاري سود توصيلة حشيش مرة واحدة؟ يا عب ما تلف لنا والتساكن تسد يا انت هو اضواطي بقى اديلك ارشين عربون يا عب ما تسمعوا كله وبعدين ترغي ما الجواب يبمن عنوانه يا اخويا اقولك يا شابرو انا مش فاقلك الدين القسبوع وكده وفكر انت براحتك ورد علي بس يخلك في الحلال الحال ارشوا حنين وبيعيشوا يا ربي العيال ما تقولهم حاجة عميال اعجبك كده اعجبك كده اخد منك حتة العشيش وعاكنن عليك واسيبك كده كفتزين خالع لو يعني لا طايل سماء والأرض فالرفاق وحائرون فالرفاق وحائرون لا يا عمينا ده رسمالك وعليه حقاتك من السبوبة اللي ربك يسرها دوع تكون فلوسك هاي اللي برا يا عمي يا عميالكش دعو انت بس انا بوستي ايدي واشي وضاع ان نصيبك جمع نفسك وانت طمينة اوه دا كرام برضا وانورا تقديني حقاتي وعليه مكساب وانت فلوسك لسه برا لسه الواحدة كتبدا المغروس في الحكاية دي يعني يا عزيزو افهم بس داري كده احنا فيه سبوبة تانية ربك يرزقها وبعد انت اخدت فلوسك المراد الاول المره جاي اخد انا فلوسي الاول ماشي شكل اللي هندو ربان رضو عنيه بتبزعها تسع و عشرين في الماء من رأس الماء اوه صحيح انا اعمليه ماذا ما كانتش زي ما كان الراجل عايز بس دا مش وحشة دا مش وحشة اجزاء الفل و احنا كونا طيانين احمد ربانا عمان قولي قولي بقى ايه المصلحة جديدة مكوت يدوب البخار خيواني انت انت انا بقى معكم البخار ما تقعدماش في الحارة انا واخوار خيواني يا ناص قيلوا عمديزو شويتين شاي ابني عيني مع الليلة السليلة كبيرة عايز اشخي وانا بقى مش عايز حد يخش بانه انا وانت فهمين بعض ما عرّفش بقى شخريك اللى جايت دا حيبق شكلوا ايه الله و اندخل حد باني لية يا صاحبي يا عم بقولك الليلة كبيرة فلوس Sanglla ممممم تبقى حينا ا وتم والقيمة من المصلح الرجوي قvlانتما alcいう cost zagبي لاشى انت سألتني هكذا السؤال دا كتير لازم انت تعرف ان اناما ما إناه مشنشايتش مال ولا هدخل على فلوس يرش حرام أنا عندي عيالة يا أخي ربنا يغنيها بالحلال أزير يا عمى عنور انت جاي تعلف دي؟ يا جرع بسألك بسألك بقولك يعني مال إيدك من الراجل بسكة التوزيع كده يعني أه بقعوني اللامالي هي المشكلة بس في التمويل يعني بيه يا المصلحة دي محتاجة كاي ايه خمس شرباك اوبا ايه كتيرة؟ طب بقولك يا عمى التكيش ده ما يستناش أسبوعين والله أنا ممكن أأجل بس كل ما يبقى في البدري يبقى أحسن ماشي شوف يا رايس بعد أسبوعين وردت لك الفلوس تبقى المصلحة دي من إسمتنا ومن نصد مكانش تبقى مقسومة لغيرنا بالزبط كده مش هتاخد أي سهب بتاعتك جبتلك 200 حد وخواتيرك كمان موجودة ايه قديمه جديده كله ماشي ليه بقى لي بقى هلف جنيه الله يا أخو يبقى لك ليه انت خارك سابق أناور فلوسك حضرة انت خدهم قص دول يعني ألف جنيه مش هتنزروا يعني أفتح عادي افتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم لما نجبر بعون الله هعد عليك يا خدهم اه وقص يوم العال عزمك على منبار وكرشة ماشي تسلم توكن الله شاي زيزو حساب الشاي عندي يا نص ماشي يا عمدي نص خدلي اتنين شاي دول وقاتلي واحد لمون ودنجا دنجا اخير نهي حساب الشاي انا انا ابراسة مع المعلم هاندي وانا عمنا على إثنة تقدمت المدرسة؟ انا انا أحب الجسم أحب الجسم خذ يا خذ خذ بقول تقلص المصلحة دي وتروح عادك ترجع المدرسة إذا أريد شيء فأخذ أميننا شامو عليكم أهلاً 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 سلام ورحمة الله أنا لسه كنت أكلمك في المجزب ولقيتني يا لقيتني في المجزن لا أعرف أنت طول النهار بره بقولك نعم تضبط بقى الفواتير سويننا معك كان فتورة دوله النهار أنا إيه ده إيه إنت بتتعامل مع الواد أنور بتاع الأيسيهات من ورايا مش فيه اتفاق بيني وبنا كل إيه يا معلم ما تقلقش نحن بنكون لقمة عيس سوا وبنا شغل وبعدين الواد بياخد الفلوس بيدي الفواتير لا بيسأل الأيسيات فين ولا المين ولا إزاي بقول الله بيتسر عليه بتخافش يا معلم خلي بالك أنا دفعهم من جيبي إيه من جيبي دفعهم من جيبي إيه من جيبي من جيبي ما يقعد طوله كتير ليه أولا يكيد الحاجة لما تطلع من جيبي أحب أفكر نفسي بيها يا سياتي مش قصد إنك منمل يعني على الفلوس ولا أي حاجة يا الله يا الله العزيزي ده أنت غريب أخير ورحمة هوا يا حبيب أسين معلمين اسمع يا عامد فضل أسديدي دول إيه جواهم ألف وعليهم ألف وعليهم خمسمائة مية مية وأنا وإنت تبتقاطني ولا إيه لكن ده ما ينفعش قول لي ليه ما ينفعش إيه إنت قول لأنا ليه ما ينفعش لأن الحتة بسبع أدرف وخمسمائة بقى كم؟ كم؟ وأنا بقى بحسن خمسة وثلاثين قدوم صفرية إنما عارق أنا بقى ومصلحتي خمسة جنيف الحتة أعرف لو أنت بتعمل مصلحة من وراي مع الوادي اللي اسمه أنور بتاع الأيسيهات ده والله العظيم هزعل هزعل منك بجد وبعدين دي بقى دي بتهب دي بتهب بجد ولو هبت هتهب فيك وتهب فيا وتهب علينا كلنا يا معلم أنت بتتسك فيا بيه؟ أنت بتتسك فيا مش ساعت يعني أنا عايزك بقى بتتسك فيا على طول واشي وين سيبك الفوز بحاجة ما كانش معاي قال لي عم خاط يا سلام ورباني الأربع اللي عندك دون يزيب يا سلام الله العظيم لا أنت بتبعش شوية أربعة تناف جنيز بتبعش علي أنت معلم دا انت كبير السوية سيدي معلم دا سيدي دا لقام اتنين في اتنين تمام هدي الأربعة تلاف تمام مية مية بس أنا أعوز أطلب منك ثلاث فضل الميتين حتة اللي عندك أنت متعرفش الناس عملة فيا أي أليفون دا ما بيبطلش خلصني بقى معلم ما تقنقش وربنا أخلصهم لك في معادة ومقابل المعايد بس أنت أقول يا باسط ماشي أنا أنا توكره الله أمرني بحاجة الله يكرمك والناب لا يا حبيب انت حبيب انت عارف إيه فيه فيه يا عزيزي مالك يا معاي إيه ماليه فيه يا إيه وشة كصفة إيه وشة كصفة وشة كصفة وشة نعم لمونة يا رجل وربنا قد اللقمة أنا من الصبح عايز أقول لك بس بقلقين عليك بس يا رب دمني دا توكل ايه ايه فول بوبيت فول بوبيت اه ايه 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 ريئك دا بينشفت شوية كده ساعت طب بالنسبة لدورة الماية لا بتلاحي معك كتير بما يا شوية بقى ليومين كده ايه 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 بليج اخي في الكويت اه بليج اخ انت في الكويت ممدوح ممدوح في الكويت ويه حصل له حاجة بليجي بالسلام يا ربس يا ابني المجنونة ممدوح 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 طب اقولك ولا بتقول علي ممدوح يا عم أقول انجيس مش هتغنيا انت اه ربا صالح حسنة عم عم ممدوح كده و كده و الدنيا وايزة خونس وشكلها كده هترسلن السيد احسان ح lógان 구 pedestrian حصلت مال يا عم مال أنا بقول يوم الصفحة يا بركة عم تلط في بقى ربنا يكون فهونا من الجامع البيت عديد ماشي ندبد الودانه يا أخويا كأنه كبر ثلاثين سنة صحفة يا مالوات صالح عامل ايه طيب؟ مالوات صالح بلق فرار يا أسطح بلق فرار وسافل على برنا بعد ما غرز الراجل حتة مهموس بس ايه؟ ربنا ايه دي بقى ما هو ربك بيطلع من دهر العالم في باسه انت عرفت من الكلام ده كله عربيتك يا شاكير وكبريز بتيجي العم اكلم الوالا صالح المفروض يطلع عندانه عشان يحاسب مكسل يا أخويا طلعت عشانان ده عليه بخبط سمعت بيترو السهوم لأمعالي مراسلة فيه تهديدك انا بصراحة اتحركت اتحركت وزلت على تومك بس وحيت ابوك يا شير مجنبسي لها حد النا لا انا اتخش شاكرين يا رئيس حبيبي انت تومر يا زيزو ايه روي قلبك يا عشان ألف سلام يا أناس مريمة لا تقوليش كده انت عارف ان انا في الخدمة دائما وبكرة احاول يتيجي بيأدري على قد مطادر حاضر بإذن الله برسية على الحاجة الساعة على ألفي شكر لا العف على ايد انت العزمي مع ألف سلام سلام وضيحتي راه مين ده 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 الدكتور اللي بيشتغل عنده كان بيوصني بعربيت ويهديزو يوصلك بعربيتو وكمان جابه يوسفن تنشي المعادي يا رحمة اما عندك بتغيل عليها ولا ايه ياديزي اطلع اقدامي انا انا بتغيل عليها احصلة تركوب عربية مع رجال غرب اطلع اقدامي اقدامي اكتصر دماغي اخذ نفسك مالكيش كمين يا ابت ادبئك ادبئك فاهمونا في ايه? ما بيش حاجة يا خانتي. قلنا دعوش اخد ان انا منيش حد في الدنيا. فقال ايه ما? عايز يعملي فيها راجل. اه دي سكت انت خالص بس. اه دي بقى كده يا جماعة بالراحة وفاهمونا ايه اللي حصل. الهانم الجاي راجبة مع الدكتور اللي بتشتغل عنده. وقال ايه بيوصلني. يا ولا. ويه المشكلة يعني? المشكلة ها? بيوصلني بعربيته يهديده ها? بعربيته. حدي اعمل كده يا محفوفات دي. وفيها ايه يعني? المشكلة. وق اه لا يجب هو. لحياة امك لو شفتك بتعملي كده داني اكون اخر يوم فامركوا يا أمرو. اعمرك. ش lavoro يا رباPat عاطع درعان البت دي لهنسالة. اسدا لانانوولاобجان بتبعت coolingنا ام softer. حركة اعايزك. اغلقك مجد ام få فورد أعطني أنت علي وفور الدم من الأذين. لا أعطني أن أتبع بوش روات بالك. طريقنا وأبسطنا معك. هذا؟ لا أعطني. لا أعطني. لا أعطني. ما رأيك؟ هذا ما أعطني. لا أعطني. لا أعطني. لا أعطني. تسلامي يا أخي. يا ربنا خليك. إن شدينا هكذا. ما هكذا exactamente؟ أراههاها ساسعة جائمة. يا ربنا، يا ربنا. يا ربنا أصحنا. يا ربناتك خليسة أصحنا. يا ربنا. يا ربنا هذا حيكي وأحضرني attached. أراه Haas. يا ربنا تبا. يا ربنا تبا. يا ربناة. يا ربناة. ليس ق Ven. كيفش مغيد؟ ايش؟ يلي 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 هذا معيزهش يا ميتي عزيز يا بيت تخذي يا فرش إيسر يا عزيز ده لبسة يسر الممثلين وده من طلع ما انتبه يلبسيت احت الجلباي لا معيزهش مش فرص انا كنت جايبه لامي اصلا تخذي اما ماتي بقى يا بيت تخذي يا بيت تخذي هم الممثلين حتني منت يا بيت اما انتخاني مكترش منتخالي يا ريكي حستي يا فراش خش بقى قد يابت يابت مهدور معلش طبعاً ما هي مراتك و لازم تجيب لها الكياني و المات لا يا عالوها بس طب يا أخويا جاء لتجواب مالصعيد مجد فضل مات محب يابت الكلام ده حد يقول خلابارته ما هيبعته جواب لي يعني ما لازم يكون مات يا عم لطفي ما تجي تقعد معنا هتسابنا لوحدنا قلنا ايه سابهم يا بابا براحتهم يكونوا عايزين يتكلمون مع بعض في حاجة هيتكلموا في ايه يعني ما يتكلموا قدامنا واحنا غرب سابهم براحتهم با قوله كلام متأكد ان انت عايز سخطو بالبت دي تبقى متأكد يا سيل خلاص خلاص يعني هنرد نقول ايه و هنعرفين طلبهم هنأجل هنأجل حدا متخرج شكلنا كده بيرفض بس بسانعة تلطافة يعني يا ردب هاي يفهموا عشان ارتاحوا ما يجوش يطلبوني تيه لبناء انتي في حد يتحب انه يتقدم او منتظر انه يتقدم عشان كده بترفضي في يا بابا بس مش ده العضوها ده الوقت اصلا يعني اه بخيرنا كده بنتلع كده ونشوف هنقول ايه وخلي الكلام يجيب بعضه ماشي انت شايفة كده هوا ده يا معلم مية مية لا مش مية مية ده ألف الألف ربنا يخليك وتعيش وتجيب بقى الجزمة او الكوتشي عشان بس تطعب منيك ملا ده انا جبتك البنية دي كلها ده حقك يا حمار كده انت بقى تخشك كلية برمس ولا النظام لا كلية دي ما تقلقش منها خالص اني بتحالات قربت واني منزل ضح بس انت فهمني حاجة واحدة بس انت الفلوس دي جات لك من ايه ما فيش عملت مصلحة كده وربنا كرم بيرشين ولما ربنا يكرم طولت بعزقهم في الهوى كده يا بني دراية امه بس وانا لما يجيب له امي هداية بقى بعزق في الهوى ربنا يا كنت ليه يا بني يا حميش مية تاني يا عشجان الجابل لجاب البلد موسيقى صلاة على النابي ويسق في القوضة بيلعب ليه علشان أشجان بشي عليه تعالي تعالي السلام عليك يا زيزو يا برينس لاو المقاسات ايه على الشعره مجلي جبلك الحلات الحلوى دي بتتكزف يا عزت بقى ايه بصت شيري ده ايوه متخافيش متخافيش ايوه ايوه لهم ما صلنا عنا امر ناجفة فين الجواب يا بيتش يا عشجان تفتك مرتخالي من حكاية الجواب دي تجتي فاطلي بيسلم عليك يا عبد العزيز شو مكسوفة تريرو بحطول وأسيم في الجواز ولا جواز مين يا عمر جوازك يا والا انا ايوه انت اوه جواز تصدقك والتناسي تقالي يا عبد العزيز كنا بيبتز خلاص بقى تي مكبرة الموضوع ليه؟ خلي القاسيمة معاك تحت المسرح يا فند انت لسه جاي يا ابني عندي مصلحة كده لما افتكرتها اروح اعديها صعب درد يعني طيب توقع بتاكلك لغم الاول دي اجلان عاملة محش كرومب حتاكرو صابعك وراه والله كرومب؟ اه كرومب خلاص اغريفيش اه ترجع فضل يا عم الله حلوة قوي من بوقك يا عم دي روبنا كل عمرها بتعرف تتكلم كويس تفهم في الوصولة هوا ده بس من زوجك يا عاصم يا ابني يا عاصم دي اسمه عاصم باشا يا اخوي من يوم ما بقى زابط وهو بقى اسمه عاصم باشا ربنا اعلي برده وكمان وكمان عاصم طور عمره باشا من غير لكلية شرطة ولا حاجة طب سمعونا الفتحة بقى وبلاش الكلام القوام طالع نقول يا رب يفضل طول عمر لبنا لعاصم وعاصم للبنا احنا نقرى الفتحة انت ربنا اقدمها في الخير لحد لبنا ان شاء الله ما تخلص علامها ها؟ نعم اخوية طب ويه الفكرة يا عم ما انا شئتي جاهزة اوه لبنا ممكن تكمل كليتها وهي عندي عاصم انت عارف ان انا كليتها عملية وبتأخر فيها وبعدين بحتاج وقت طويل قوي علشان المذاكرة والجواز بقى عايز تفرغ ووقت طويل اين اللي تشوفوه ها؟ طيب اه احنا ممكن بس دلوقتي نقرى الفتحة ووقرنا نلاقي بس ديبرة وقال لحتى شبكة كاملة وانا اجي الموضوع الزفاف ده بعدين انا شخصان ما عنديش مهنة عاستناله وبنا لحد ما خلص انا بقى عندي مهنة لما اخصر انا عايز بعد تسع شهور اشين ولي العهد كده عاجب واللي مش عاجب قلت ايه عروسة؟ انا قلت اللي امضي اه ابني دون شايفين بلوم شوفة تانية اسمع اللي انا بقولك عليه ولا انت عاصم ابني اميال اميال خلينا نمشي طيب طيب ما تقوم يا ابني بستنى ايه انا استحساد من غير سلام قلبناك صالح سافر صحيح يا حج لطفي سيد احسان عندنا ضيف ونكلم كلمتين مش واضح احسان عندنا ضيف دلوقتي بعدين ولا حج عمر الشرشابي ضيف برضو ده كبير الشارع يرجيك اللي حصل ده يا حج تسيبها تتكلم حج لطفي صالح ابن لطفي ضحك على البت وخيب امالها وضيع مستقبلها وخلي بيها ويقول انا ما عملتش حاجة بعد ما جبتلهم محفظته من على سريرها وشاهدت ابوه عارضنا يروح كده يا ناس ويحنا في شارع في ناس كبيرة تاخد حقنا منه ولا عشان ما احنا يعني ولاي وعشين لوحدين دي ببهدل كده يا حج الكلام ده مظبوطة حج لطفي رد انت يا لوبنة بصالح ابوك يا عمل كده فعلا وافرد يا عاصر ده كلام ده احنا اصار جديد عنوان غلط يا قلت بقول لك يا حسان تقدمش اكو وانا معاك وافتاها اريدك لغاية اخر يوم ايه وعد سيب حق هيحسن ان شاء الله يا حج